خارج الأرض فوز مثالي للأهل ومنطق للزمالك في بداية المشوار نحو نهاء قرنق أفريكي جديد إن شاء الله في البلاس 90 وعلى ملعب تونس انطلق الأهل بفوز مثالي مع نوايا قبل فنان على فريق اتحاد المنستيري يحتاج مارسل كولر الموديل الفني الجديد لهذا الفوز كأفضل انطلاقة لهم على الأهل انطلاقة الديلوسيكا من الجماهير ومن اللاعبين في الإسكندرية وفي مباراة دمنيا كانت خارج الأرض قدر الزمالك تخطى في لمبو البوروندي وزي ما مدافع النادي الأهل محمد عبد المنعم قدر يحسم الفوز لفريقه من رأسية مميزة جدا رد حسامة عبد المجيد برأسية أيضا مميزة جدا منحت الزمالك فوز مهم مبروك للأهل مبروك للزمالك ومستنينكم في النهاية مدغبوش موسيقى موسيقى يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة ويا رب قطر افرحنا يا رب قطر افرحنا الاهلي النهاردة بيكسب الزمالك بيكسب كمان في يوتشير بيكسب في الكونفيدرلية التلاتة كسبه خارج الارض صحيح الزمالك كان بيلعب في الاسكندرية بس التوزروه في المباراة انه الفريق قبل يلعب مباراته في الاسكندرية على ارض نادي الزمالك ولكن هي تحسن مباراة زهاب خارج الارض والنهاردة اهلي زمالك في يوتشير بيكسبه خارج الارض حاجة عظمة وحاجة مفيش بعد كده ولو جيت للحق هو الطبيعي ده اللي يحصل في كل المباراة لو بصيت على القرى الافريقية دلوقتي سواء في دولة الابطال او في الكونفيدرلية مع كامل الاحترام للأسماء الكبيرة في الكارل الافريقية هما مش اقوى من الاهلي مش اقوى من الزمالك وضيف على كده كمان مش اقوى من بيرامد ولا اقوى من فيوتشير فنلعب كورة ونكسب ونحتكر البطولات نحتكر البطولات نقدر بسهولة وببساطة انا لما بطولة افريقية بتخرج من عند نادي او ما بيخدهاش نادي مصري بس تغرب ما بفهمهاش النهاردة في مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري الاهلي نازل يلعب المباراة باسمه وتاريخه وعظمته الاتحاد المنستيري حقولها لك كده بصراحة مرعوب من الاهلي مرعوب من اسم الاهلي هو اللي يعرف الاهلي يلعب بتشكيله عاملة ازاي لعبين جدد من الموديل الفني ده الاهلي هيطلع كويس ولا مش كويس لكن تتفرج النهاردة على الاتحاد المنستيري وهو فريق قوي جدا وقلت لكم امبارع ده تاني الدوري التنسب فريق نقطتين فاكل على الترجي وسابق الافريقي والصفاكسي والنجم السحيلي وهذه الاندالة العظيمة ففريق كبير فريق قوي النهاردة مفيش كرة على الشناوي مفيش هجمة على الشناوي فريق كان حريص جدا دفاعين النهاردة وفوز الاهلي هو اللي تأخر عليه والطبيع انه الاهلي كان يكسب المباراة النهاردة بس ده ليه فرقة خايفة من الاهلي خايفة من اسم الاهلي هقول لك حاجة انا كان بيبقى عندي تحفزات كثيرة وقلتها قبل كده في مباريات افريقية كثيرة للاهلي على مدار التلات سنين اللي وصل فيه من نادي الاهلي للنهائي وكسب بطولتين بس في مباريات كنت بازعل انه الفرق خايفة من الاهلي والاهلي حريص قدامها تبا انت حريص ليه ده هم خايفين اصلا من اسمك من حيث المبدأ كده انت داخل بدرقتين تلاتة متفوق عليهم باسمك وتاريخك قبل ما نلعب كورة استغل ده النهار ده الاهلي استغل ده وكان هو اللي بيهاجب وكان هو اللي بيستحوز على الكورة وهو اللي كسب المباراة هو ده الاهلي زي ما بيحصل في اوروبا ايه اللي بيحصل في اوروبا لما فرقة تيجي تلعب ريال مدريد حتى لو ريال مدريد مش في حالة جيدة الفرقة بتخسر قدام ريال مدريد في دورة ابطال اوروبا بسم الله الرحمن الرحيم كده من قبل ما نلعب ليه اسمه تاريخ وانجازات وبطولات والنادي الكورن في اوروبا نفس الامر هنا ينطبق على الاهلي وعلى الزمالك وعلى الاندية المصرية اللي عندها تشكيلة واجهزة فنية أفضل من كل الفرقة اللي موجودة في الكورة الأفريقية فلعب بإسمك ولعب بتاريخك أو لعب بإمكانياتك الاهلي النهار ده عمل ده فكسب المباراة زهور أول لمارسل كورر مع النادي الاهلي زهور جيد اداء الاهلي النهار ده فنية ما كانش أعظم حاجة بس أداء جيد فرقة منظمة فرقة تقدر تحط تكمل محكدة كورات سابتة بتتعامل بتاكتك محترم الكورة بتاعت عبد المينة عمديت عامل في الشوت الأول في ديئة 16 اللي هي برونو سافيو وللحارس صدق حارس اتحاد المنستري يعني واضح أنه فيه نمط وفيه حاجات بيشتغلوا عليها في التدريبات التغييرات الهجومية النهار ده النهار ده شفنا شادي حسين بيلعب على الطرف ومهاجم حسام حسين بيلعب على الطرف ومهاجم محمد شريف بيلعب نهار ده الأقلي أشرك محمد شريف وحسام حسين وشادي حسين كل المهاجمين اللي عنده يعني هو مش زي ما تقال أو زي ما وصل لنا أو زي ما كان بيتقال في الكواليس إنه هو مش مقتنع بشادي حسين شادي حسين النهار ده بدأ المباراة هو اللي بدأ وحسام حسين اللي كنا متصورين إنه هيبقى خياره والأول كان هو تغييره التالتة في المواجمين يعني شدي حسين وبعاكية نزل محمد شريف وبعاكية نزل حسان حسن فهو واضح انه هيستخدم كل أوراقه هو واضح جدا انه هو مش من المدربين اللي بيعتمد على 12-13 لعب بيشتغل بيهم طول الوقت لأ هتشوف تدوير كتير في الأهل فده ملمح لما بقول ملمح ليه بقول ملمح انه مفيش حاجة تقول ان الراجل مدرب كويس ولا مدرب مش كويس المدرب ده هينجح مع الأهل ولا المدرب مش هينجح مع الأهل مينفعش تحكم عليه النهاردة لا كده ولا كده بس يبدأ تشوف ملامح الملامح دي تنجح في الآخر ولا لا ما تعرفش هل الملامح دي كايت في المباراة بس مش تبقى مستمرة مع النادي الأهل ما تعرفش لو تفتكروا سوارش مع النادي الأهل في المباراة في يوتش اللي كسبها أربعة قلنا يا سلام ده احنا شفتنا كل حاجة حلوة في الكورة وسوارش هيكسر الدنيا مع الأهل بس كايت طلعت مباراة سنائية مباراة وخلاص فلسه بدري لا تحكم بالسلم ولا تحكم بالإجاب بس الأهل النهاردة كان منظم والتنظيم ده الأهل كان بيفتقدوا في كثير من الأوقات يعني دفاعيا الأهل ما وصلش المرمى الشناوي ولا كورة النهاردة فده تنظيم الشكل الهجومي كان فيه تنظيم بس ما كانش فيه تفاهم يعني ايه يعني تمليلة من صبيو ما ياخدهاش عبدالقادر تمليلة من طاهر ما ياخدهاش حسام ده نمط والتحفيز الرجل هيشتغل عيه فترة اللي جاية لو اللعبة دي حفزت الأسلوب ده هتشوفه الأهل بشكل مغير تمام وبقى فيه كرة ممتعة مع النتائج الجاية ده فده النادي الأهل محمد عبد المنعم كعته يعني بقى خلاص متخصص كرات ثابتة أي كرة هواقية محمد عبد المنعم رائع فيها ومميز فيها وقدر يحسم الفوز في ديئة التالتة من الوقت المحتسب بدل الضاقة كعادة النادي الأهل بلس تسعين يقدر يسجل في الأوقات الحاسمة دي ناحة تانية حسام عبد المنعم مدافع الشاب هنا بيسجل الأهل وبيكسبه حسام عبد المنعم بنفس الطريقة بالرقصية من ضربة ثابتة بيسجل للزمالك وبيكسبه الملاحظة النهاردة في أداء الزمالك إنه الزمالك ما كانش أداءه ممتع ما كانش النتائج كبيرة يعني النتائجة ما كانش كبيرة كمتوقع النهاردة من فريق مجهول زي دا إن الزمالك يعمل عليه سكور بس يمكن عشان فريق مجهول فالزمالك ما كانش عارف يذكر وانه وتركوا الكلام دا مبارح بالمراسبة إذا تيجي تقول لي إيه أكريم أنت ممكن ما تعرفش فيلمو دوت بس المفروض نادي الزمالك بالجهاز فني ويعرفه فريق فيلمو دا كويس مفيش أصلا متارية المتاحة للنادي دا النادي دا ممكن ما يكونش بيتصور في بروندي النادي دا أصلا حتى لو بيتصور في بروندي فبيتصور بكولة سيئ جدا فأنت أصلا مش عايف تقرأ المرعب فكده كده الأجهزة الفنية في المواقف اللي زي دي ما تعرفش الفرقة فمش أقولك اتفاجئوا بيها بس أنا مش عارف نقاط الضعف مش عارف أحفاظها مش عارف ألعب عليهم عرضيات ولا أشتغل من وراء للبكات ولا ألعب على التصريبات ما معرفش فبس تكشف الفرقة أثناء المباراة تمام؟ ده واحد اتنين الزمالك النهاردة عنده أكتر من صفقة جديدة الوردي نضاي عمر جابر فلعيبة دخلة جديدة في التشكيل لعيبة مهمة زي إمام عشور مش موجود في التشكيل فأداء النادي الزمالك النهاردة في المقمل ما كانتش عظيم بس الفوز جيد لأنه على حسابات الورق الحسابات الضمنية هو كان خارج الملعب فبرضه خد خطوة لقدام نادي الزمالك في الصعود لدور الستاشر هو هو النادي الأهلي وأيضا فيوتشار الفاز النهاردة على كلام به هدفين مروان محسن ومن الأهداف أيضا اللي كانت جميلة مصطفى البدري سجل الهدف التاني في الوقت المحتسب بدرا من الضوء من الشوت التاني مليون مبروك للنادي مليون مبروك للنادي الزمالك مليون مبروك للفيوتشار يا رب دايما تفرحونا مستني الاهلي والزمالك في نهاية كورن جديد في نهاية دورة أبطال أفريقيا نحب تشوف فيوتشار وبراميز في نهاية بطولة الكون فيدرال الأفريقية أنا بقولك بحسابات اللعبين والقوام اللي موجود في الاهلي والزمالك وبراميز وفيوتشار هما الأفضل يمكن في البطولتين سواء على مستوى دورة وطالة الأفريقية أو على مستوى الكون فضلية مش بنقول كده بمنطق ان احنا يعني متعاطفين مع فرقنا المصرية بس انت لما تبص على باقي الفرق لا احنا افضل المهم نصك في قدراتنا من ضيعش مباريات دون اي داعي ده على المستوى الأفريقية اما على المستوى المحلي واحد من اهم الاندية اللي داخلت سوق الانتقالات بمنطق القوة هذا الموسم هو فريق سيراميك لوباترا سيراميك لوباترا منذ صعوده للدوري الممتاز وهو بيحاول يدور على مكانه وسط الكبار اول موسم الظروف والتبديلات واجهزة فنية كان فيه شوية لغبطة تاني موسم يعني ها وبعد كده ايه الكابتن احمد سامي الامور بدأت تتزبط بس تحس كده ان قوام سيراميك لوباترا الموسم الماضي مع الكابتن احمد سامي مش دي لعيبة الكابتن احمد سامي يعني ايه مش لعيبة الكابتن احمد سامي الكابتن احمد سامي فيه مداربين كده تقدر تفهمهم الفرقة من غير ما تشوف مين اللي قاعد عددك برة تقولي الفرقة دي بتاعت احمد سامي الفرقة دي بتاعت المدارب الفلاني لأسلوب وطريقة معينة بيقدر يفرضه على الخصم مش بقول أسلوب محفوظ فالناس عارفاه لا أسلوب يقدر يفرضه على الخصم طب الأسلوب ده بيبقى محتاجه ايه محتاجه عناصر العناصر اللي يفهمها المدارب والمدارب يقدر يديره فكره ويشتغل به بيب جارديولا بيشتغل كده يقوله من عايز فلان وفلان 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 من كل حتة في العالم عشان دول هعرفوا يطبقوا أسلوبي جيبتوا لعيبة تانية مش عارف اشتغل دلوقتي كابتالي احمد سامي مع ادارة سيراميكروباترا بيعملوا الفرقة بتاعت احمد سامي الفرقة اللي يعرف اشتغل بي احمد سامي لما تبص بقى على تشكيل سيراميكروباترا اللي هيخش بقى الموسم الجديد تقدر تتوقع مع مدير فني كبير هو واحد من أفضل المدربين المصريين في السنوات الأخيرة كابتالي احمد سامي تقول سيراميكا بقى السنة دي ورد جدا يروح لبعيد يروح لبعيد فين ده اللي هيقوله الكابتالي احمد سامي الموديل فني لفريق سيراميكروباترا mentality كبير كابتالي احمد سامي نها كابتالي احمد مشرف ومنور يا كريم عمل وحشني وانت وحشني جدا جدا يعني الله يخلي دايمان مبدع ودايمان رائع وسوق الانتقالات ومش عبسي مع تاني ولا بتكلم ولا أه دي لعيبة الكابتن أحمد سامي يعني كل لعيب بيروح الفرقة بقول آه ده لعيب أحمد يعني بحس فنان حتى في الملعب هيشتغل إزاي أوه الحمد لله يعني يعني أنا جيت في السنة اللي فاتت كنت طبعاً لقيت فترة باتفاق مع الإدارة إن أنا يعني أتفرج على لعيبة وأشوفها وعيد تقييم وفي نفس الوقت كنت يعني عايزين نعيد هيكلة الفرقة السنة دي طبعاً جبنا لعيبة من الممتاز بيه وجبنا لعيبة من نادي الأهلي لعيبة مهمة وبالإضافة لأوبو كارس حارباب بشكل كويس وأحمد ياس الريان وبكهم وشكري واجبنا به يعني جبنا لعيبة طبعاً لعيبة جديدة عادنا هيكلة الفرقة وفرقة بقت يعني يعني فيها من كل مركز اتنين يعني عاملين فرقة كويسة في رميتة يعني في لعيبة مستقبل يعني عاكيدي واحدة واحدة وفيه لعيبة كبيرة أصلاً لها يعني متمرسة في الدوري الممتاز ومطلوب يعني إن إحنا إن شاء الله يبقى التجانس يبقى أحسن الفترة داية يعني أول من أول ماتش في الدوري هو ده اللي هي دي السباء إن يحصل التجانس بشكل كبير جداً على أساس إن مش هيبقى الدوري يعني يبقى ماتش أطورة بعض مش هيبقى في فرصة بس إن شاء الله بإذن الله يعني نحاول بشكل كبير هو سبق الدوري حاول نجمع نوعظ بشكل كبير جداً خلينا في مكانة لقبل فرقة وإدارة نادي سيراميكا بكرة آخر يوم في سؤال انتعالات هل الأمور بالنسبة للسيرامية كده القائمة تقفلت ولا لسه فاتح المجال لضم لعبين آخرين لا إن شاء الله يعني هيبقى موجود صلاح محصن كمان إن شاء الله صلاح محصن هيبقى موجود إن شاء الله يعني لسه يعني الاتفاق النهائي موجود بالإدارتين بس إن شاء الله يعني بنسبة كبيرة هيبقى موجود إن شاء الله إعارة ولا بيقى نهائي يا فندم لا إن شاء الله يعني لسه يعني لسه الاتفاق يعني بكرة هتبان كل حاجة أغلب الظن إيه؟ يعني العقلة ما تعرفش بس والد يبقى بيقى نهائيش يعني ده من الحاجات المطلوب لا 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 يعني غالباً هيبقى عارة غالباً عارة هل في لعبة تانية من الأهل ممكن تضمها ولا هو صلاح موصن عشان عارف إنه برضو في كم اسم من الأهل كانوا معروضين والله إلتا يعني عفاضي اليوم بيفرق يعني هو عفاضي اليوم واليوم ده ممكن يحصل فيه تغيرات كتير يعني آه أنا أقصد إن حضرتك محتاج أكتر من صلاح محسن يعني لو فيه متاح ممكن تاخد أكتر من صلاح محسن أقول لك الحاجة فيه لعيبة فيه لعيبة في نادي الأهلي ما بتبقى يعني عندها مشكلة إن هي في حتة المشاركة بس أي لعيب بيخرج من نادي الأهلي نادي الزمالك طبعا بيبقى لعيبة مهمة والعيبة بتفري معايا فطبعا لسه لسه الأمور دي يعني محددتهاش بيتبان بقى هتبان بقى بقى بكرة بشكل كبير جدا لسه يوم طويل يعني هل فيه لعيبة هتخرج من سراميكا في آخر يوم ده ولا خلاص مفيش لعيبة هتخرج آه غالبا لا غالبا لا آه يعني أوصد إنه مثلا صلاح ده ممكن ما يخش يخش في حاجة تبادلية مع الأهلي ولا همش يجي في حاجة تبادلية طيب هل كان فيه كلام برضو اتقال في الإعلام إنه أحمد مصطفى ميسي هل أنت طلبته أو طلبت استعارته من النادي الأهلي مرة أخرى لا لا كلام ده ما كانت شوارد برضو ما حضردش الأهلي مش حي ولا زياد طارق لا زياد طارق لسه يعني موضوع الأمور لعيبة نادي الأهلي دي أنا مقدرش تكلم فيها لكن هو بالنسبة لميسي لما تباع لنادي الأهلي لا أنا ما طلبتش أنه أعيله تاني من النادي الأهلي ما عرضوش للأعراب ما عرضوش أصلي لا ما عرضوش طيب دلوقتي تشكية سيراميكا زي ما حالك كلمت كده مليانة لعيبة وعناصر مهمة وأسماء برومسنج وأسماء قدمت مستوى كويس المواسم الماضية سيراميكا بقى 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 له كذا موسم بيحاول ياخد خطوات لقدام أنت حاسي كابتنا أحمد أن هو يقدر ياخد الخطوات لقدام دي الموسم اللي جاي؟ طيبة كويسة جدا وإن شاء الله يعني احنا بنعمل يعني توفير ربنا المرة واحد ونعمل أن السنة دي تبقى يعني سنة نأديها بشكل كويس طبعا النتائج دي أنت عارف يا كريم دي توفير من عند ربنا إن شاء الله إلا أنا فهمته إن معظم صفاقات سيراميكا يا إما صفاقات تبدلية يا إما صفاقات يعني ما ظنش إنه سيراميكا دخل الماركت دوت ودفع أو الدفع في مازينيته أرقام كبيرة أنا فهم صح ولا غلطان يا كابتنا حمد؟ بس إحنا احنا اشترينا أبوكا وأبوكا برضو كان فيه نسبة منه لعيبة دخلت وفيه نسبة منه فلوس لإمي واشترينا كناريا واشترينا بسام لكن باقي كله احنا غالباتها كلها أرقام صغارة جدا ممتاز بيه لكن هو الالتالك أرقام دول هم دول اللي كانوا يعني هم دول اللي شرم لعيبة طبعا كانت لعيمة مهمة بالنسبة لأبوكا طبعا عمل موسم كويسة مع إنبيو وكناريا مع اسموحة وبسام طبعا غول لا يختلف علي حد أول مباراة رسمية لشادي حسين النهاردة بشارك فيها مع النادي الأهلي رائع في المستوى اللي قدمه شادي النهار شادي عمل موش كويس وربنا يعني كل ما يعني كل ما هي الخش أكتر إن شاء الله يبقى أضافها كويسة ويفيدنا دي الأهلي طيب هسألك سؤال فني قوي وإنت اللي هتقول لنا وهتفاهمها لنا عشان كان فيه كلام النهاردة ومناقشات فنية كتير في هذا الأمر شادي حسين الأفضل ليه يلعب سترايكر ولا يلعب جناح؟ لا استرايكر مش جناح جناح إنا كنت بلعب وجناح هو عنده المرونة دي بس ما ما بيقديش فيها إذا ما بيقدي في الاسترايكر لأنني كنت كان عندي مشكلة في الحكة دي يعني ما كانش عندي جناح في الفرقة سنة اللي فاتت فكنت بقى لعبه في المنطقة دي بس أنا كنت بقى برضو بيجري في مساحات الناس الحرب عشان كده هو جاب جوان السنة الفات كتير يعني ما كانش بيلعب جناح بصرف لأ من واحد الكتاكيه كان بيكمل رأس حربة تاني كانت ساعات باس المورس بيلعب ساعات حمزة مجد بيلعب وهو أغلب أنه بيبقى راسين حربة وواحد يجي من تحته وواحد ثابت في الآخر هو أحسن مركز ليه ورقم تسعة صحيح القرع بتادي الدولة النهاردة وقعت سنوائي كلباطرة أول مباراتين في منتهى الصعوبة المصري والزمالك وأعتقد ترتيب المبارات كمان يعني أوائل مبارات صعبة على سنوائي كلباطرة شفت القرع ازاي النهاردة يعني هتبقى صعبة على كل الناس مش صعبة علينا بس يعني كل فرق هتلعبها زي ما هي صعبة على المصري صعبة علينا والعقص صحيح فرق كبيرة والزمالك برضو يعني احنا هنحول بشكل كبير جدا ان احنا نبقى موجودين من أول الدول يعني إن شاء الله كابتن كبير كابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق السراميكولو باطرة واحد من أفضل المدربين الموجودين في الكرة المصرية في السنوات الأخيرة وأحيانا كان الأفضل على الإطلاق مدرب كبير كل فرقة بيدربها له بصمة معها كل فرقة يعني أنا فهم إن المدربين فيه مدرب بيوفق مع فريق ولا يوفق مع فريق آخر لكن بصراحة كابتن أحمد سامي من المتساعد ما بدأ مشواره كمدير فني فيها الدوري الممتاز يؤدي مع كل الفرق بشكل رائع جدا جدا وزي ما قلت لكم أنا أتصور وأتوقع إن سراميكولو باطرة لو بنتكلم دائما عن حصان أسود كل بطولة يعني فأتصور أو أتوقع مجرد توقع إن سراميكولو باطرة هو الحصان الأسود لمسابقة الموسم القادم ونرجع لبعد بعد كم مباراة أو بعد كم أسبوع في الدوري إن شاء الله نهار ده كولر بعد المباراة قال إن اللاعبين طبقوا الكثير من الأمور اللي اتدربوا عليها في الفترة الماضية وقال إن الفوز على المنستيري كان بداية جيدة لكن الأهم إنه فريق ما يسيبوش الغرور قبل مباراة العودة في القاهرة الأسبوع المقبل ولازم يكونوا اللاعبين في أفضل حالة ومركزين جدا وقال إن إحنا عندنا لعبين رائعين والجميع في مستوى واحد ده الكلام أو رد على فكرة إنه مين التشكيلة أو الكوامل أساسي اللي هيلعب به قال إنه كل مباراة ولا هزروفها التشكيلة اللي اعتبت عليها النهاردة في هذه المباراة مش شرط هي اللي تبقى موجودة في المباراة الثانية مفيش لعبة هتبقى ضمن أماكنها أو لعب كهيبقى خارج حساباتي تماما كل اللاعبة هتشارج وده لحظته النهاردة هزر في آخر المؤتمر الصحفي وقال إن محمد عبد المنعم وهو بيحتفل بهدفه مع نهاية المباراة أصبني في قدمي وكان يستحق إنذار بيهزر يعني بيهزر إن محمد عبد المنعم عمله تاكلينج حلوة يعني خبطه في رجله بشكل كوي جدا وهو بيحتفل مع اللاعبين والجهاز الفني بعد المباراة بعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستري مارسي كورور قعد وتكلم مع شادي حسين شجعه وقاله إن انت قدمت مباراة كبيرة وقاله ما زعلش إنك ما سجلتش أداف طبيعي إنه اللاعب ببعايا سجل هدف في أول مباراة لي وقاله إن اللي جاي أحسن وإنت من الأسماء اللي أعتمد عليها الفترة اللي جاية وبصراحة شديدة كان مفاجأة بالنسبالي إن شادي حسين يلعب النهاردة لأن كل ما كان يخرج من النادي الأهلي عندي وعند غيري إنه الراجل معتمد جدا على حسام حسن أكتر من شادي حسين بس ده يخلينا نقول حاجة مهمة إن الراجل ده عنده أفكار وعنده حاجات مش هينفع نقراها بتدريبات وخلافه هو بياخد قراراته من دماغه وهو اللي عارف بيختار مين فأني توقيت وأني مباراة فما نستبقش الأحداث ده فيه ناس صعادت من موضوع وقالت إنه الراجل بيفكر يعير شادي حسين بسم الله الرحمن الرحيم أول مباراة رسمية لكولر شادي حسين مواجم الأهلي الأساسي طيب نفسي كمين مع حضراتكم ومارسل كورة كمان يتكلم في قط اللبس مع أحمد عبدالقادر شدوا كده شد بسيطة بتحتفظت بالكورة كتير العب مع زميلك انت لعب مهم في الفريق بس لازم تلعب بشكل جماعي ولازم ما تحتفظت بالكورة كتير ودي كانت المرحوزة على أحمد عبدالقادر النهاردة من الجميع لعب جيد لعب جيد ومبتكر ورائع ومميز بس يحتفظوا بالكورة أحياناً بيبقى كتير وأحياناً بيكسر الرتم خد بالك أحياناً لما المدرب بيشتغل فنياً على تحركات انت شفتوا النهاردة المهاجم على الشمال والشمال على اليمين وصنع الألعاب هو اللي بيخش في الصندوق في المراب العمليات زياناً بيقولوا في تحركات كتيرة لو أحمد عبدالقادر وقف على الكورة وعطل اللعب ولو لسواني لو لسانية التحركات دي اللي بتحصل في لحظة من الزمن كل حاجة هتتعطل وكل حاجة هتتبوز وكل حاجة هتتضم فالمدرب بيفرق معه جداً اللعب اللي بيلعب من لبسة واحدة اللعب اللي يستخدم مهارته في حدود معينة ما تفتحش منه الأمور بشكل كبير جداً عشان كده لفت نظره كلها للنهاردة بعد المباراة من ناحية أخرى من نادي الزمالك تصريحات أمير مرتضى منصورة المشرف العام على الكورة بعد أمبرات فلمبو قال إن احنا أنهينا جميع الصفقات اللي طلبها البرتغالي فريرة وقال إن احنا ممكن نتعاقد كنادي الزمالك على أو مع لعبين تحت السن زي ما حصل في صفقة يوسف حسن وقال كمان إنه أي صفقات قد تضاف للفريق في الفترة المقبلة من لعبين كبار في زيادة دعم من جانب الإدارة للفريق لتوفير كل سبل الدعم للجهاز الفني ده والزمالك شايف فرقة شبه مكتملة لم تكن مكتملة تماماً وزي ما قلت لك النهاردة الزمالك لو ما قدمش مباركو إيسا فيه عناصر جديدة فيه فريق مجهول فما تستعجلش ما تستعجلش الحكاية فيه حاجة مضمونة في الزمالك بعض من جمالي الزمالك يقول لك الزمالك لما بيكسب ويحقق انتصارات وبطولات واي 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 ممكن الفرقة تهبط ممكن مش بس الزمالك ده كل الفرقة بس لما يبقى المدرب جوسف هالدو فريرة مش هيسمح إن ده يحصل مش هيسمح اللي يعرف اللي بيحصل جوا نادي الزمالك الراجل ده ما بيهزرش ثانية الراجل ده اللاعب الكبير قوي عنده اللي بيبقى مستوى عشرة من عشرة في كل المباريات لو بقى تمانية من عشرة هيخرج وخلاص الراجل كسب الرهان الزمالك اللي فاتت لعبين كبار خرجوا من الفريق ولعب بشبابه كسب الدوري وكسب الكاس فما فيش لاعب هيبقى أجمل من الفريق فاللاعب اللي هيهبط بلغة الكورة كده هيريح فما حدش هيهبط فما تقلقش على الزمالك في الحتة دي خالص ده بس نقطة على الهامش نروح لتقرير عن الكورة كورة الدوري اللي أقيمت اليوم ربطة الانداء أجرت كورة الدوري المصري الممتاز عن موسم 2022-2023 نشوف التقرير نشوف اللقاءات من الكورة وبعد كده نرجع نكمل كلامنا خليكم معنا هيان إحنا نهاردة في تاني قرعة أو تاني موسم بعد انتخاب ربطة الانداء وقبل ما أبدأ أي كلام الحقيقة في مجموعة كبيرة من الشكر اللي لازم أقدمه بالنيابة عن زملائي في مجلس إدارة الربطة لأن أي حاجة تحققت الموسم اللي فات أو إن شاء الله بنخطط لها للموسم الجديد مش بتاعة الربطة فقط ولكن هي بتاعة عناصر كتير محدش بيشتغل لوحده والنجاح ما بيبقاش لحد أول شكر طبعا مجالس إدارات الانداء الحقيقة اللي بنشكرهم على ثقاتهم سواء في الانتخابات الموسم الماضي أو في انتخابات الموسم ده جماهير الكرة المصرية الحقيقة لدت شكل بعد غياب 12 سنة بدخلهم المباراة الدوري الموسم اللي فات يعني مؤسسات الدولة المصرية الحقيقة كلها على الدعم للكرة واللندية والدعم الحقيقة لما حدود حصل الشركة الرعية الشركة الرعية الحقيقة نفذت معانا حلم كبير باستحداث بطولة جديدة عمل الدوري في موسم صعب ابتدت معانا الموسم ده ومع الاندية ويمكن مجالس إدارات الاندية شافت المجهود اللي حصل مع الشركة الرعية في الأسابيع اللي فاتت شركة تسكرتي الشركة الأفريقية الشركة المتحدة طبعا النقلة للدوري وراحزنا ان البس اختلف الموسم اللي فات وان شاء الله يكون مختلف الموسم الجديد ده الحقيقة انا عارف ان كل اللي احنا بنتكلم فيه الموسم اللي فات كان فيه مواجهات صعوبات كتير ضغط مباريات تلاحهم مواسم على مدار اكتر من اربع سنين اجندات دولية كانت كبيرة جدا الحقيقة الموسم اللي فات كل دي سلبيات لكن الحقيقة كان فيه ايجابيات تانية كتير لازم نبقى شايفينها وتحققت الحمد لله على ارض الواقع عودة الجمهور زي ما قلنا بعد 12 سنة ابتدنا بألفين مشجع نهينا الموسم بخمس تلاف البس اختلف استحداث بطولة زي كاسر ربطة تواجد الربطة وبقى لها كيانها وده مكتسب كبير وكان موسم تأسيسي وصعب ان انت تقدر تفصل ما بين الاتحاد والربطة ويكون فيه فصل للحقوق وللالتزامات وللواجبات فيه مكتسبات تانية زي مثلا شفنا القرعة مفتوحة مباراة القمة تلعبت في موعدها تغلبنا على حاجات كانت موجودة في مواسم قبل كده في تأجيل مباريات يمكن قبل اما 48 ساعة ما تتلعب ده ما شفناهوش الموسم اللي فات شفنا مباراة القمة هوم وقوي ما حصلتش من موسم ستة وستين انه يتلعب على الملاعب الطبيعية بتاعته فدي الحقيقة كلها مكتسبات توقمة واعتراف الربطة الاتحاد الروابط العالمي بربطة الانداء المصرية ودخول ربطة الانداء المصرية في الجامعية العمومية توقمة اللي حصلت ما بين ربطة الانداء المصرية وربطة الانداء الإماراتية فالحمد لله كان فيهم مكتسبات وزي ما احنا بنقول انا وزملائي اللي بتشرف دايما بمزملتهم في مجلس ستجارة الربطة ان كل حاجة تحققت ده ما حققاش 50% من طموحاتنا ومن اللي احنا عاوزينه للكرة المصرية بإذن الله ان شاء الله يكون موسم موفق احنا بإذن الله عداد الجماهير هتزيد مع بداية الموسم وهنا الحقيقة يعني ده رجاء كده عند مجالس ادارات الانداء المحترمة ان احنا عندنا واجب مدام الدولة المصرية بكل مؤسساتها مدية الدعم ده للكرة المصرية احنا عندنا واجب يعني ان احنا نتكلم مع جمهورنا وجمهور نفسه عليه واجب ان احنا نقدر نزود الاعداد عشان نوصل للطاقة القصوى تاني احنا هنبتدي الموسم ده ان شاء الله ب6000 في كل المباراة وزي ما بقول دايما لان كل مؤسسات الدولة المصرية عاوز المدرجات تكون مليانة واحنا كربطة ده حلمنا من اول يوم ولكن علينا دور والمجالس ادارات الانداء عليها دور ان احنا ما يكونش فيه الاحتقان اللي موجود وان احنا نوصل للطاقة الكاملة للاستادات لان هي دي متعة كرة القدم وهو ده الوجه اللي احنا عاوزين نصدره للكرة المصرية واللي تستحقه الانداء المصرية والكرة المصرية الموسم ده ان شاء الله هيبتدي يوم طمانتاشر عشرة وهنتهي تلاتين ستة احنا دايما كنا بنتكلم ان احنا عاوزين موسم استثنائي عشان نقدر نرجع نلعب في المواعيد الطبعي احنا اللي لقناه نهاردة كان رؤيتنا كمجل صدارة الرابطة باعتماد الشكل الموسم احنا هنلعب ان شاء الله بحد اقصى يمكن اربع جوالات اثناء مباراة كسلعالة وده عشان نقدر ننهي في تلاتين ستة لازم برضو كلنا نبقى فاهمين ان اكيد احنا مش عاوزين ده بس بدل ما كنا بنفكر في حلول نشغل يعني نغير بيها طريقة المسابقة او شكلها لا احنا بنلعبها بشكلها الطبيعي نلعب تلات اربع جوالات ما اعتقدش ان هما هيقصروا كتير ولكن هيفرقوا مع اللاعبين ومع الاندية ومع المنتخبات الموسم القادم فيه بطولة افريقية كبيرة البطولة السوبر الافريخي هتبدأ في اغسطس احنا ان شاء الله الكلام بتاعنا ان الموسم الجديد يبدأ في اغسطس وينتهي في مايو ويمكن احنا كنا قولنا ده كربطة السنة اللي فاتت قولنا ان احنا عشان نرجع للمواعيد الطبقية محتاجين على الموسم الثالث وهو ده اللي احنا ماشيين عليه وان شاء الله بيتحقق كاس الرابطة طبعا موجودة بشكل مختلف عن الموسم اللي فات لان هي كانت الموسم اللي فات في التوقف بتاع بطولة الامم فهيكون ليه نظام ده كله هيتوضح في القراءة الحقيقة برضو مع الشركة الرعية والشراكة اللي موجودة بإذن الله السنة دي ان شاء الله هيكون عندنا تحدي في تغيير شكل درع الدوري وهيتم الاعلان عنه بمسابقة بحاجة طليق بالانداء وبالكورة المصرية ان شاء الله ويكون الفائز بالدرع يستلم الدرع الجديد عندنا بعض الجوائز المالية اللي هيتم الاعلان عنها ان شاء الله سواء البطل الدوري او جوائز بقى كان المفروض انها تقى موجودة من زمان كأحسن لعب لعب الاسبوع كل ده هيتم الاعلان عنه فان شاء الله يكون مسم موفق وانا بشكر حضراتك جدا وان شاء الله بتمنى لكل الاندية مسم موفق بإذن الله وما عندناش غير هدف واحد هو ان احنا الدوري المصري لازم يكون الاول عربيا وافريقيا وده قدر مصر وقدر الكرة المصرية ان شاء الله من يوم 18 عشرة عندنا المنتخب الإلومبي عنده مباراة يوم 23 عندنا 28 مباراة الصور الزمالك والآلفة والزاب يوم 30 مباراة العودة بتاعت منتخب الإلومبي شهر 11 عندنا مباراة الملحة الأفريكي اللي هو كسبان من الكونفودرالية بلاعب الخسران من أبطال الدوري ويوم 2 ويوم 9 من 9 لـ 18 المنتخب الأول هو عامل مع أسكر حمل فيه مبراتين منهم مبرامة بلجيكا يوم 18 بعد كده بنرجع بعد نلعب الدوري بعد يوم 18 لغاة شهر فبراير في شهر فبراير عندنا ثلاث جولات للأندية المشاركة في دوري المجموعات المرحلة الأولى الجولة الأولى الثانية والثالثة يوم 10 و 17 و 24 بعد يجيب شهر ثلاثة بقى في جولتين تانيين يوم 7 ويوم 17 والمنتخب الأول في شهر ثلاثة مبراتين مهمين جدا المنتخب مع ملاوي من يوم 19 ليوم 29 هتلعب مبراتين دوري الثمانية في شهر أربعة عندنا يوم 21 وعندنا يوم 28 وبعدين في شهر خمسة دوري قبل النهائي يوم 12 و 19 شهر ستة بقى النهائي مبراتين أول الاتحاد الأفريقي رجع ثاني الموضوع المبراتين بعد المشكلة بتاعتين النادي الأهلي والنادي الوداد مبراتين خلال الفترة من 2 إلى 11 ومن 11 إلى 29 المنتخب الأول عنده مباراة في التصريات المجموعة بتاعته الحمد لله أننا كربطة الأندية كنا من أول يوم من السنة اللي فاتت وحتى السنة دي نحن عاملين خطة أننا نشوف المشاكل الرأسية اللي بين كلنا بنتكلم عليها عندنا مشكلة الجدول عندنا مشكلة التلاحم والمواسم فالحمد لله بننفذ الخطة المعمولة من الأول السنة اللي فاتت كان الموضوع أصعب السنة دي أحسن هنخلص في 30 ستة فيبقى الموسم الجاي نبدأ منتظمين المشكلة الأزالية اللي كنا بنعنيها بقالنا سنين في نفس الوقت زي ما حرق شفتي حصل تطوير في موضوع زيادة أعداد الجماهير تدريجيا واعتقد أنه بنهاية هذا الموسم الأعداد حتزيد إن شاء الله الحاجة اللي بعد كده أننا السنة دي برضو من فترة طويلة جدا قرعة الدوري يطلع الجدول كله يعني الدوري الأولاني كله مرة واحدة وده معناه أن الدوري التاني بالعكس بس فمجرد أنه يطلع القرعة بقالنا سنين كنا بنعمل قرعة أسبوعين ثلاث أسابيع بس أسبوعين أقصى حاجة الدوري الأولاني فده برضو حاجة تطور مهم تكريم النهاردة في وسط النجوم الكبر من النجوم المصرية الموجودة النهاردة في الحفل والحمد لله اليوم يوم جميل والقرعة يعني تمت على خير وبتمنى التوفيق طبعاً للكرة المصرية إن شاء الله في الفترة اللي جاية بإذن الله وعايز طبعاً أشكر زمايلي وأشكر النادي اللي كنت فيه والجهاز الفني وكابت نهاية الجلال والجهاز الفني كله على التكريم هم كانوا سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في التكريم ده النهاردة الحمد لله يا لب حضراتكم مرة أخرى تعالوا تشوف مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز فيها مباريات في منتهى أقاف فيه مباراة جماهلية كبيرة تجمع النادي الأهلي والنادي الاسمانية تعالوا نشوف مباريات الجولة الأولى الانتحاد سكنداري هيواجه أسوان فرقه هيواجه البنك الأهلي الزمالك واسموحة مواجهة كبيرة جداً مواجهة مهمة جداً قوتها إن اسموحة معها طريق العشر كابت الكبير كابت طريق العشري والزمالك هو حمل اللقب لمسيمين متلين سراميكروباترا والمصري أكثر من دخل سوق الانتقالات بمنتهى القوة سراميكروباترا والمصري مواجهة بين أحمد سامي وإهاب جلال مواجهة تستحق المشاهدة الداخلية وطلاع الجيش امبي وبيرامدز فيوتشر وحرس الحدود والمواجهة الجماهرية الكبرى تجمع الأهلي مع النادي الإسماعيلي مواجهات في منطق القوة أما مباراة النادي الأهلي في الدور الأول والله هتبقى نفس المباراة طبعاً في الدور الثاني فهي كالتالي أول مباراة زي ما قلت حالكم هي مواجهة الإسماعيلي مع النادي الأهلي الأهلي هيواجه أسوان في الجولة السانية ثم الداخلية ثم هيواجه الاتحاد أسكنداري في الجولة الرابعة في الجولة الخامسة هيواجه طلاع الجيش ثم غزل المحلة وبعدها فيوتشر ثم فارقه في الجولة السامنة في الجولة التاسعة يواجه السموحة ثم السرمية كلوباترة وبعدها بيراميدز مواجهة كبيرة ثم امبي بعد كده يواجه المصري وفي الاسبوع الاربعتاشر يواجه نادي الزمالك في كمة الكرة المصرية ثم يواجه البنك الاهلي هيواجه بعد كده حرس الحدود وفي نهاية الدور الاول ونهاية الدوري بالتأكيد هيواجه المقاولون العرب هذا هي او هذه هي مباريات النادي الاهلي في الدوري الممتاز هذا الموسم اما مباريات نادي الزمالك فهي ستكون كالتالي مواجهة اولى كبيرة زي ما قلت لكم مع سموحة بقاعدة كابتن طارق العشري ثم مواجهة ثانية قوية جدا مع سرمية كلوباترة بقاعدة كابتن احمد سامي وبعدها مواجهة قوية جدا مع بيراميدز ثم امبي في الجولة الرابعة في الجولة الخامسة يواجه النادي المصري ثم تضايع الجيش وبعدها البنك الاهلي ثم حرس الحدود في الجولة السامنة في الجولة التسعي يواجه المقل العرب ثم الاسماعيلي ثم اسوان وبعدها الداخلية في الجولة التلاتاشر يواجه الاتحاد وبعدها في الجولة الاربعتاشر يواجه النادي الاهلي وفي الجولة الخمستاشر يواجه غزل المحلة ثم آخر مباراتين مع فيوتشر وأخيرا فاركو دي مبارات نادي الزمالك نرجع تاني لمباراتي أفريقيا اليوم مبارات الأهلي ومبارات الزمالك في دوري الأبطال مستهل مشوارهم في دول 32 من دوري أبطال أفريقيا إزاي الزمالك لعب النهاردة؟ إزاي الزمالك لعب النهاردة؟ ماذا قدم النادي الأهلي؟ ماذا قدم نادي الزمالك؟ مع زملنا المميز كالمعتاد محمد جمال محمد مشرف ومنور كالعادة كله حلو؟ الحمد لله نقطة الأموك كويسة عدت حلوة عدت كنتائج حلوة نبدأ بالأهلي؟ نبدأ بالأهلي ايه رأيك في اللي حصل النهاردة بالأهلي؟ مواجهة أولى لمرسي الكولر طيب مارسي الكولر الراجل بيحاول يطبق فكر محين ملحوظ تماماً اللي خلى شكل النادي الأهلي جيد اللي خلى هناك استحواز على المباراة بشكل كبير اللي خلى فيه تناقل الكرة بشكل سالس تقفيل الملعب بشكل ممتاز ده السيستم اللي فرضوا النهاردة مارسي الكولر هناك طبعاً بعض النواقص لكن خلينا نقول هو لعب ازاي؟ الراجل لعب بشكل النمطي 4-2-3-1 الشكل اللي بيشتغل به مارسي الكولر اشتغل به مع منتخب النمسا اشتغل به مع بازل 4-2-3-1 الأربعة بدأ وخلينا نبتلي بأول مفاجأة للناس في التشكيل النهاردة لعب علي معلول ناحية الشمال محمد عبد المنعم مفهول بقى سنتر باك ناحية الشمال محمود متولي ده المفاجأة الأولانية المفاجأة اللعيب الرابع هو أكرم توفيق خلينا نقول ليه محمود متولي وليه محمد بقى عبد المنعم لفت سنتر باك أو قلب بتفع ناحية الشمال لو الناس ركزت كنا بنقول طريقة لعب للتحاد المنستري بيعتمد على زياد علوي زياد علوي بيعمل إيه زياد علوي بيخرج هنا بيشتغل في المنطقة دي المنطقة دي هو لعيب مهاجم متحرك ده رأس حربة الاتحاد المنستري لعيب متحرك فبيشتغل على إيه بيشتغل إنه يسقط دايما هنا ويسحب السنتر باك فيزود المسافة ما بينه ما بين السنتر باك التاني وبالتالي لعيبة خط الوسط اللي هو الخط الأفضل في فرقة الاتحاد المنستري تقدر تندفع لعب واثنين يخشوا جوه الـ 18 هنا ويعملوا الأزمة لأنه فيه مساحة قادرين يستغلوها طب مارس الكولر فطن لده إزاي؟ رقم واحد إن حط لعيب أكثر حيوية عنده من الحركية اللي يقدر يخليه يشتغل ويروح يكفر وراء علي معلول في المنطقة دي ولما يطلع المهاجم يعرف يطلع معاه إزاي ويعرف ما يخلهوش يستلم بأريحية بعيس يرجع يعمل الباس ويشكل الخطورة اللعيب التاني محمود متولي إحنا قلنا مين اللعيب اللي جاهله ولعيبة خط وسط فمحتاج لعيب هو يقدر يشتغل في الـ 1v1 عنده من الخفة والكورة إنه يقدر يتوقع الخروج بتاعهم هيبقى عامل إزاي وكان مهم جدا جدا لما نشرح دور عمر السولية وديانج هم عملوا إيه عشان ما يخلهوش اللعبات دي توصل من الأساس فكان لعب محمود متولي عشان كده ده السبب الأولاني السبب التاني ليه محمود متولي اللعب مش ياسر إبراهيم علشان الخروج بالكور هم سببين إحنا كنا كلنا بنتكلم على محمود عبد الميناء وياسر إبراهيم السبب الأولاني إن محمود ما كان ياسر شرحناه بخروج محمود عبد الميناء بيلعب على اللفت زي ما بيلعب في منتخب مصر جنب أحمد حجازي مش على الرايت كما اعتاد أن يلعب ليه محمود متولي؟ عشان الخروج بالكورة يكون بشكل أكثر سهولة تحسبا مرسيكولر عمل حساب السيناريوهات إن يحصل الضغط العالي من فرقة الاتحاد المينستيري وبالتالي الخروج بالكورة يبقى فيه مشكلة فعشان يضمن الخروج بالكورة يكون بشكل أكثر سهولة ومزيد من السلاسة في الخروج بالكورة خلى محمود متولي اللي العيب كورته جيد دي المفاجأ الأولاني نقطة الثانية كانت سنائي وسط الملعب سنائي وسط الملعب يشتغلوا إزاي وعملوا إيه كريم؟ كانوا بيشتغلوا ضياجونال بالمعتاد ستة وتمانية لكن من ستة فوقي تمانية؟ لا كانوا بيشتغلوا كده ستة وتمانية كان عمر السلية دايماً بيميل النحية دي عشان يعمل المسندة أحمد عبدالقادر وعلي معلول لأن معروف أحمد عبدالقادر ما عندوش قدرات دفاعية في شكل جيد علي معلول لما بيعمل الزيادة لما بيجي يعمل الترانزشن أو الرجوع من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية عنده مشكلة فعشان ما يسيبش محمد عبدالملع مكشوف كان دايماً بيقابل هنا عشان يقفل الجبهة دي تماماً الجبهة الشمال بتاعت النادي الاهلي اليو ديانج والصدادة ما شاء الله عليه لعيب مميز جدا في السكرينج مميز جدا في انه ازاي يقف هنا ويبقى قافل حامي السنائي بتوع قلب الدفاع فقفل العمق تماما اليو ديانج واحد منه جمل مباراة النهاردة رغم ان ادواره كلها كان الدفاعية طيب نروح ليه الرباعي الامامي وليه الشكل بتاع النادي الاهلي كان شكل جيد لكن ما كانش فيه فعالية كبيرة قبل ما نروح ليه الاهداف ونقول الاهلي سجل ليه وهل التسجيل ده كان نمط وازاي الاهلي سجل ونشرح الهدف وكرة بتاعت سبيل الاشرات الرياضة المقدمة يا كريم بتاعت الديئة 16 خلينا اقول لك ان الرباعي ده كان فيه ناس كتير استغراب او مين بيلعب فين مين بيلعب فين كثير منها الديناميكية يعني ايه ديناميكية يعني حركية يعني في الديئة 86 في الديئة 86 وبعد نزول حسام حسن ده اكبر مثال على الكرة حسام كان موجود هنا كان موجود على مركز الجناح الايصر حتى كلنا كل الناس قال لك اوه ازاي حسام ترى ده رجل مهاجم عمره ملاعب ازاي يلعب جناح الراجل ما كانش بيلعب حسام جناح ولا كان بيلعب افشا جناح ولا كان بيلعب شادي في رجد ولا كان بيلعبه جناح الراجل معتمد بشكل كبير جدا على الحركية عشان كده رسالها الجمهور النادي الاهلي ورسالها لمتابع الكرة الراجل ده بيطبق حاجة معينة انتظروا عليه لانه ده هذه الداناميكية خاصة مع اللعيب المصري والحركية تحتاج لمزيد من الوقت فالوقت ده بيكتسب من التحركات الكتير اللي المهاجمين كانوا بيعملوها النهار تحتاج الى واحد مزيد من التفاهم اتنين الحركية اللي بعض اللعيب عملتها بشكل جيد وبعض اللعيبها كانت عندها شيء من البطء على سبيل المثال وليس الحصر احمد عبدالقادر النقطة التالتة محتاج تركيز طول الوقت لان انت مش بس بتتحرك بدون كرة لا انت رابط مع الثلاثي الامامي عشان الاربعة بتحركوا عكس بعض نشرحها ازاي الاربعة بتحركوا عكس بعض نجيلك هنا يا كريم واقولك ازاي الاربعة بتحركوا عكس بعض ده الربعة بتوع الخط الامامي بتاع النادي الاهلي هنا شادي حسين بدأ المباراة كمهاجم وهاجيلك عندهم فجأة شادي حسين شادي حسين بدأ المباراة كمهاجم تحته برونوسافيو ناحية الشمال كان بيشتغل أحمد عبدالقادر ناحية اليمين طاهر محمد طاهر اوتوماتيكلي ايه اللي كان بيحصل اه ما تنفش درجة الاتقان تحتاج الى مزيد من الوقت ولكن ايه اللي كان بيحصل طاهر محمد طاهر فور ان شادي بيطلع هنا على الجناح واحمد بيحاول يفتح الخط تماما احمد عبدالقادر كان دايما طاهر محمد طاهر بيكمل هنا كمهاجم ويخش برونو سافيو كمهاجم تاني حصل العكس طاهر هو اللي فاتح الملعب برونو سافيو موجود شادي موجود ده الدور اللي كان بيحصل احمد عبدالقادر احمد فضل موجود على الخط المفروض كان يشتغل هنا ولما عملها مرتين كانت الكرة الخطرة اللي شالها بشير بن سعيد حارس مرمى الاتحاد المنستري لما دخل وعمل الفنت واحد على واحد وحطاها في الدقيقة لكن اتشالت دي المرة الوحيدة اللي دخل فيها احمد عبدالقادر جواء التمنتاشر فده الدور اللي كان فيه تأثير طبعا لانه كان عنده بطء في اتخاذ القرار بشكل كبير جدا كان بيمسك الكرة كتير جدا طيب ليه شادي حسين عشان احنا مبارحة كريم كلا بنتكلم على شادي حسين ناس كلها كان بتقول شادي الراجل مش مهتم بيه شادي مش مقتنع الراجل مش مقتنع بيه وبصراعة شديدة عشان برضو تديك حقك يعني يعني جيمي هو الوحيد اللي قال لنا انه شادي حسين هو راجل مقتنع بيه جدا والراجل شايفه من اللعيبة المهمة جدا والنهاردة كان ممكن الناس كلها تتفاجئ ان شادي حسين موجود في التشكيلة الاسية بس على اساس اللي قال لنا جيمي مبارح ما كانتش مفاجأة كبيرة ان احنا نشوف شادي حسين في تشكيلة الاهل الناس حبيب يا كريم اشكرك وشادي شادي تحديدا الراجل كان بيهوف معاه كتير جدا ما حبلاش نقول الكلام دا مبارح لكن الراجل كان بيهوف معاه كتير جدا في اليومين بتوع الميران اللي بتعطول السنان الاهل سفر الخميسة مرة جمعة السبت جمعة السبت كان بيهوف معاه كتير جدا وكان بيقف معه الرباعي ده تحديدا ترونو سابيو أحمد عبدالقادر وطاهر وشادي حسين كان بيقف معهم كتير جدا وشادي تحديدا كان بيدينه تعليمات ازاي يخرج يشتغل على انسايد وينجر وتاني انا اكد معاك على نقطة الناس اختلفت معايا لكن انا اكد تاني شادي حسين انسايد وينجر راحة الشمال ممتاز شادي حسين هيتأثر لو لعب مهاجم سمعت مداخلتي مع كابتان احمد سامي اه سمعت سمعت المداخلتي كابتان احمد سامي سألته سؤال صريح ايه الافضل لشادي حسين مهاجم ولا جناح قال لي شادي حسين ما العبش غير مهاجم بالمناسبة وجهت نظره الكابتان احمد سامي نفسه وكابتان هاسم شعبان قبله لعبه شادي حسين فيه هو الكابتان احمد قال لي انه في ظروف ما كنت بضطر لعبه كجناح بس انا شايفه انه الافضل ليه انه يلعب كمهاجم ما هي علشان كابتان احمد بيتكلم على الجناح بمنظوره الكلاسيكي جناح على الخط هيبتدي يشتغل ويعمل كراسس ويعدي واحد على واحد لا انا باتكلم على شادي حسين انسايد وينجر بيبتدي اللعب من ناحية الشمال لكنه طول الوقت جوه الـ 18 عدد الاهداف اللي سجلها 8 اهداف مع سيراميكا كليوبوترا من مركز الجناح الانسايد وينجر هدفين فقط كراس حربة لما احمد يسر ريان الموشم اللي قابله كان موجود تقلق شادي حسين في مركز الجناح الايسر او الانسايد وينجر الجناح اللي بدخل جوه خلينا نشوف وده ريان بداية لحد الموسم بيشتغل نشوف شادي حسين يلعب فين وهيجيد فانهي بوزيشن رغم اقتناع التامن شادي حسين النهاردة قدم بشاير جيدة تحرك كويس جدا كان فيه مزيد من الحركية لكن هو يقدر يلعب مهاجم بشرط وحيد يا كريم الشرح اللي احنا شرحناه انه الرباعي ده يجيد الحركية فشوية تلاقيه بيشتغل انسايد وينجر شوية تلاقيه بيشتغل مهاجم شوية بينزل تحت يستلم يشتغل كمحطة ويطلع برونو ساب يو فيه لكن اجمالا عشان عارف الوقت بيجري منك انه النادي الاهلي نهاردة فيه سيستم الفرقة وحدة وحدة دي المميزات ايه اللي بينقص النادي الاهلي النادي الاهلي يحتاج الى مزيد من الوقت علشان يوصل هذه المرحلة من اللحمة او الكمباكت الفرقة مقت وحدة وحدة بتشتغل كلها دايما للعيبة بيزر اللي بعض وفيه حركية تحتاج المزيد من الوقت علشان يحول ده لاتقان وبالتالي الحالة العامة الهجومية تحديدا تصبح اكثر فعالية ويوصل برسل كولر اللي عايز يوصله بالمجموعة اللي موجودة هلفي حالات موجودة هنتكلم بس على الكرتين انا عايز الكرة بتاعة برونو سابيو اللي في الدقاءة ستتاشر او سبعتاشر نشرح للناس هي لكرة تسجله لان الكرة لم تسجل اعتباط الكرة لم تسجل بو الصدفة دوّن نجيب اللاقاتة الأولانية ووقفلي معليش هنا لا لأ رجع 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 تاني انا اطلع لك بره بس كده ما فيتراق بستاك بس وقفل اكيرا بص كريم ايه اللي بيحصل وركز معايا لان لي ان دي اللي انا هقف عندها في الكرة التانية ماشي فريم كمان 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 لا 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 رجع رجع فريم واحد انا عايزك فريم واحد. بس 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 بص بص كريم. في اللقطة ريه. في اتنين في اتنين مهاجمين غير برونو سافيو. داخلين جوه الـ 18. طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر. وشاد حسين. دخلوا كاملوا. عفوا. طاهر هو اللي لعب الكروس. اه 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 اه. شاد حسين. شاد حسين. لا لا. شاد حسين وامحمد عبد منان. داخلين جوه الـ 18. لكن اللي كان واخد التعليمات انه يتحرك ويسرق. بعيد عن اتجاه الكرة هو برونو سافيو. ففي اتنين وقفوا بيعملوا حاجة من سمافه الكرة الحاجز. هو واقف حاجز على اللعيب اللي داخل من وراه. برونو سافيو في بداية الكرة. وكرة لسه متسبتة عبر. ممكن نرجع سهنة كمان نرجع سهنة كمان. رجع عفريم كمان. اه. عشان جيمي اللي بيقولوا دوت يبقى من الترجم. كمان. 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 بس بس هنا. بصة كريم. المهاجم هنا اللي قريب من برونو سافيو بيعمل ايه? شادي. شادي بيعمل ايه? شادي بيحجز المدافع وراه. اه. هو مش رايح للكورة. هو مالوش علاقة بالكورة. وكده كده مش عامل حسابه انه قوله هيخذ. خالص. هو بيحجز عشان يفضي. شطار برونو سافيو انه سرق الراجل السنتر باك التاني. ودخل. لان راجع معاه دريدي. علاق الدين دريدي. هو راجل في الاساسي دي ام. دعيب مركز ستة. مش مش مدافع. فرجع سرقه. هنا شادي حجز. وفي واحد تاني خد. السايت اللي هو محمد عبنا. بص رايح فين. كمل. 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 روح عليها بفريمين كمان. ماشيها على ماشيها على السرعة الطبيعية بتاعتها. بصها كريم. واحد راح خد السنتر باك الاولاني. بس. والتاني خلاص. الحاجز خلاص. العيب بقى اوتوفوكس. العيب بقى هتلي بقى كورة الجول. هتلي بقى. والحجز بنفس الطريقة. بس. ارجع. رجع. نسخة تبكي. رجع. 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 بص كريم. بص المهاجم. بص المهاجم. الحجز. الحجز على الرؤية. والحجز على التلاتة اللي بيتحركوا هناك. عشان ياخدوا العين. نفس الطريقة. الاتنين المهاجمين طالعين برا خالص. علشان خطر السنتر باكس. الراجل عثمان وطارة ده. ده السنتر باك الوحيد اللي كان في الملعب اللي مركزه. بص رايح فين. طالع برا عالتمنتاشر. مين اللي طلعوا برا? اللي اتنين المهاجمين اللي وقفين عشان يعملوا الحجز. كملي بقى بس عالبطيقة. كملي عالبطيقة. كملي عالبطيقة. مين اللي مكمل? نفس الغلطة. اللي مكمل مع الراجل السيدي ام. اللي مكمل مع السنتر باك. محمد عبد ميناء ام. هو الراجل السيدي ام اللي مش بتاعته الكرات الهوائية. فدخلت حجز على اللي تنيل لعيبة المميزين بتوع الاتحاد المنستيري علشان خاطر يدخل لوحده محمد عبد المنعم الكرة تحطط له نفس كرة سبيو التسقيطة بعد الحجز. اذا دي خدأ عبقرية. نمط. لا خدأ عبقرية ليه? انه في الكرة الاولى هم اوصل للاتحاد المنستيري ان محمد عبد المنعم دوره في الكرات السابت انه يخدع بس. صح. انه يحجز بس. بس هو واضح جدا انه كلها هيشتغل بتنوع. طبعا. يعني مرة شادي هو اللي هيروح ياخد الكرة. مرة برون هو اللي هيروح ياخد الكرة. مرة عبد المنعم ياخد الكرة. مرة طار هو اللي هيروح ياخد الكرة. والبقى يقول اي حاجز. لا اخفيك سر. بتعمل خلل للفريق المنافس انك مش عارف مين اعمسك مين لمين. خليني اقول لك سر ومحد تسمعنا يعني. في تمرينة. في تمرينة من تمرينة النادي الاهلي. اه. كان. خلاص سيب بقى اللغة دي اتعاني اسمع السر بتاع جيمي. اه. تمرينة من تمرينة النادي الاهلي. اه. الراجل كان. عمش هاجه تقول سيري ده لما اللقاء بتتوقف. ايه قول بأسر. في تمريرنا من تمريرات النادي الاهلي الراجل كان بيشتغل على ايه في الكرات السابتة. ها. كل مربع في الملعب بتتسقط الكرة في حتة معينة. تاني. كل مربع في الملعب الكرة بتتسقط في حتة معينة. عشرح بس الناس نقطع. عشرح مش ناس كثير ما تعرفش المربعات دي. ماشي. الملعب بيتقسم مربعات في التدريبات. يعني كل مجموعة وكل مركز له مربعات معينة بيشتغل فيها. فده اللي بيقوله جيمي ب يعني. يعني. لما الكرة تبقى من ناحية اليمين. هتتسقط فين لما علي معلول اللي يلعبها. اه. الكرة لما يكون من ناحية اليمين. وطاهر اللي هيلعبها. هتتسقط فين. المربعين فين. وخلينا يقولك. وهتشوفها في الدولة. لا لا. اللي انت بتقول ده حلوة اوش. ممكن بس تشرحه عشان. تدي له حاجة عملية. عشان اشتفهم بس. لو جيب بصية. اه. على فاول. والفاول بتاع الجول. لاتنين من نفس المنطقة. بس واحدة عالجون الشمال واحدة عالجون اليمين. ماشي. الكرة بتاعات برونو. والفاول اللي 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 الل سامحة. خلصت. خلصت على الراجل. خلصت على اللعيبة. يعني. المربعين. لأ ما الراجل ده. انا انا بقول لك انا لسته من انصار التعجل. لا في لا في الاشادة. طبعا. ولا في النقد. مصبوط. ولكن الراجل ده بيشتغل. انا بقول لك كلام شفته خلصة. دعيني الراجل ده بيشتغل وعلى حاجات كتير جدا. عشان كده قلت. الافكار المركبة. والتعليمات الكتير مع اللعيب المصري بتحتاج وقت. فاللاس لازم تتأنى جدا في الحكم على الراجل ده لكن بيعمل شغل كويس. ده الاهل. ده الاهل. ماذا عن الزمالك. نرجع بقى لشوية. نرجع. نرجع. نحن عملناها دي. نرتب اوران. الزمالك النهارده الناس شوية بس ايه لو اقدر تحفز او اقدر رأي على الزمالك. النهارده لو مكنوا مستانيين اداء افضل اداء اكثر امتاعا ونتيجة اكبر مع فريق. يمكن فريق ضعيف بشكل كبير جدا. بس زي ما انت قلت مبارح هو مش بس مشكلته ان هو فريق ضعيف هو مشكلته انه فريق مجهول. يعني حتى الجهاز الفني النادي الزمالك اكيد كان بيستكشف النهارده الفريق البروندي بيستكشفه. بيستكشفه اثناء المباراة. انا بفاهم الناس يعني ايه بيستكشفه اثناء المباراة. انت تتكلم فيه. مدرب قاعد برا عمال يقول ايه? اللعيبة دي واضح انه الباكات ورا الباكات عندهم مساحة فاضحة هنشتغل عليها. واضح ان هم منطقة اللي عند منطقة الجزاء دي ممكن نسدد منها عشان بتبقى ما فيهاش ديفندر او لعيب وسط. واضح انه الكرات العرضية ممكن نجي منها هدايا في كل ده. انا كمدير فني او جهاز فني بس تكشفه اثناء المباراة في حاجة في منطقة الصعوبة. انا مش ميذاكي الفرقة دي. وبشتغل مع فريقتي ان هم هشتغلوا معي زي لا ده انا لايف. وقت المباراة بقول لي فريقتي تعمل ايه? انا تصوير سيئ جدا. مش اي ماتيريالز ليهم. حتى الدوري هناك بتصور بكواليتي سيئة جدا. بالظبط. طيب. خلينا نقول هو فريرة لعب ازاي النهاردة. فريرة سنة لفات اتخد الدوري. واجاد بشدة. في ظل نقص في صفوفه. بعد منع الزمالك من القيد. لعب الثلاثة اربعة ثلاثة. تمام. طيب النهاردة فريرة بيغير. بيبدأ المباراة بالأربعة ثلاثة ثلاثة. اربعة ثلاثة ثلاثة في ظل غياب امام عشور. ايوه. انت هتسألني. تقول لي جمهور الزمالك كان مستني اداء مع منافس ضعيف نوعا ما. افضل من كرة. بالظبط. طبعا. معهم كل الحق. ولكن في بعض الحاجات الصغيرة. الرجل النهاردة بيجرب يرجع تاني. يلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة او الاربعة اتنين ثلاثة واحد. تمام. على الرغم. خليني اقولك. برأيي انه مش افضل شيء للزمالك ان يلعب اربعة ثلاثة ثلاثة. ده رأيي الفاني. لكن فريرة طبعا صاحب الكلمة الاخيرة. لانه ذكريات الزمالك مع الاربعة ثلاثة واربعة ثلاثة ثلاثة بصفوف منقوصة طبعا الصفقات لها دوع. بصفوف منقوصة كانت غير سعيدة لحد ما قرر فريرة انه يغير الطريقة للتلاتة اربعة ثلاثة كانت هزمتين امام. بس هرجع اقولك انه في موسم الفين واربعتاشة الفين وخمستاش اربعة ثلاثة ثلاثة فريرة عملها بمثالية وامتياز. باوراق اخرى. باوراق اخرى. دلوقتي هو عنده الاوراق اللي تخليه ممكن يعملها. هقولك ورقة نقصة جدا بيانت النهاردة تأثرها. النهاردة امام عشور ما كانش موجود. الوحيد في الفرقة. ذكريات الوردي صرحنا قصته وقلنا هو ليه اقرب لستة من انه تمانية. لعيب التاني هو دونجة. محمد اشرف روقة كلهم لعيب ستة. كلهم لعيبة زو طابع دفاعي. مين اللعيب اللي بيعمل لك البريدج وبيعمل لك النقل وبيحتفظ بالكرة وبيعمل وبيعمل وبيطلع يحطه كرة تحت رجله ويطلع يعمل الى عشرين متر. امام عشور. انا مضطر غياخترف معي. قلني. عشان افكر الفترة بتاعة 2014-2015 دي كويس اوي. لو تفتكر التاتة اللي قلو بيلعبه في النص في 2014-2015 كان ابراهيم صلاح طريق حامد ومعهم معروف يوسف كمان. حلو. التلاتة اقرب للستة يمكن معروف الوحيد اللي شوية 8. معروف. ورغم كده الزمالك ناجى. حلو. محا. لازم يكون عندي لعب 8. النهاردة الملعب ما فيهوش لعب 8. ولا واحد ولا واحد. مدال لنا قصده. لكن كمال انت عندك لعب كواليطي كويسة امام عشور. امام عشور لعيب ممتاز في مركز 8. مزبوط. واكتشفوا فريرا في مركز 8. رغم انه راح مع كروش ملعبش كتير في مركز 8. لكن لكن فريرة اشتغلوا كتير في مركز طباني طيب نرجع بقال الزمالك تاني ونقول هو ليه ضيع كتير ليه الزمالك رغم ان الفريق اقل من الزمالك بكتير وفريق مجهول بشكل كبير ليه الزمالك قده بشكل ده رقم واحد اضاعة الفرص السهلة الزمالك ده عالكور كتير او النهاردة ثلاث او اربع كرات اهداف محققة ضيعها ابراهيمان اضاي لكن هاعظر ابراهيمان اضاي ابراهيمان اضاي انا من دلوقتي رغم انه النهاردة مكنش في حالته ابدا لكن ابراهيمان اضاي العيب كويس كوالته بتاعته جيدة جدا بيسجل اهداف وهيفدي الزمالك جدا وهيفدي الزمالك جدا خاصة انه الزمالك باني تاني الورقة الرابحة طبعا ما احترام الكل لايبني الزمالك لكن الورقة الرابحة في الخط الامام النادي الزمالك واحمد سيد زيزو فحال غياب احمد سيد زيزو لأي سبب ما عندكش اي حد يقدر يعمل لك ده غير ابراهيمان اضاي في الشكل او العناصر الامودة في الزمالك النهاردة الزمالك لما لعب الاربعة ثلاثة وبالمناسبة هو رجع فريرا بعد الاربعة ثلاثة ثلاثة بعد ان يزود سيد نمار وغير الشكل فريرا النهاردة كان بيلعب ازاي كان بيلعب ناحية المين بحمزة المسلوسي كان بيلعب بتنين سنتر باكس محمد عبدالغاني وحسام عبدالمجيد ناحية الشمال لعب بأحمد فتوح ثلاثة في وسط الملعب زكريا الوردي محمد اشرف روها وعمر جابر كان نهاردة بيعول على عمر جابر انه يشتغل في مركز ثمانية يمكن كان جيد ما كانش سيء عمر جابر لكن في فرق ما بينه ما بين الام عشور في حتة مركز ثمانية لان عمر بقاله كتير جدا بيلعب في الزهير الايمان او وينج باك ناحية اليمين لعب بي الثلاثة الامامي سيف الدين الجزيري احمد سيد زيزو براهيمان ادارة ده الشكل اللعب بيه زمالك النهاردة بعد انزول سيد نمار حول الطريقة تاني والغريبة انه نادي الزمالك استقبل اللعب وراح عليه بشيء بخطورة طبعا فريق ضعيف جدا بس كورات زي ما بيقولو كده تشتم فيها رائحة الخطور في واحدة لولا انه واستلامها غلط كانت هتعمل قزمة كبيرة اللعب الكواليتي سيء جدا فما كانش فيه علاء يعني نفس الاخطاء دي مع منافس مختلف كانت شكل خطورة كبيرة جدا على نادي الزمالك اذا اذا لما الراجل غير بقى التلاتة ولعب بالشكل الاعتيادي خمسة اثنين ثلاثة او ثلاثة اربعة ثلاثة احيانا زي ما بيغيرها ابترض ان الزمالك استقبل اللعب وديكات غريبة جدا ولكن هاعزو برضو انه عمل تبديلات كتير لان عنده بعض النواقص فيه الفرقة فيه المباراة النهاردة تحديدا الوينش اثر شوية على غيابه على الخط الخلف طيب الزمالك النهاردة ما سجلش زي ما قلت بريماني داي دي المشاركة التانية ليه بعد مباراة اللي قال بيشارك بيشارك دقائق دي رقم واحد رقم اثنين اللي كنا بنقوله بقى ما ناندلها الانسجام ما بين عناصر الخط الخلفي بعد غياب اشرف بن شرقي في وجود احمد سيد زيز ووسف الدين الجزيري خاصة كمان اللعيب تاني البصير بتاع وسط الملعب اللي بيعمل بريتج امام عشور غايب فانا اصبع عندي ورقتين من ضمن اربعة كان بيعاول عليهم الزمالك غايبين مش موجودين النهاردة هيحتاجوا وقت اطول للانسجام نادي الزمالك يحتاجوا وقت بس مش الانسجام على صعيد الفلقة ضيف على دول كمان شكبالة شكبالة له ادوار كثيرة جدا مع جوتول فريرة سواء كاساسي او لعب بديل وشكبالة النهاردة كمان ما كانش موجود ما هو شكبالة حتى لما بينزل بديل بيكون مكان ورقة من الأوراق اللي كانت موجودة ناردة زي برايمان ايضاي على سبيل المثال ولعب في مباراة مباراة الزهاب خارج الأرض لعب وسجل شكبالة في مباراة الزهاب في إلتشاد فنرجع تاني ليه فريرة فريرة محتاج يعمل ايه محتاج يستقر هلعب اربعة ثلاثة ثلاثة تاني دي مباراة اشبه بالمباراة الودية بالنسبة للنادي الزمالك للفرق الكبير ما بين نادي الزمالك وبطل بوروندي فمحتاج يستقر هلعب اربعة ثلاثة ثلاثة في ظل توفر مجموعة من عناصر خط الوسط زكريا الوددي أشرف روقة وإمام عشور وكمان بيقدر يدخل معهم عمر جابر وفي كلام عن التعاقد مع عمر السيسي فهيبقى عندي زحمة كبيرة في خط الوسط هلعب بتلاتة في خط الوسط اتنين وقدامهم امام عشور ولا هيستقر الرجل على الاربعة ثلاثة ثلاثة علشان يحسم امره في هذا الانسجام لان مهم جدا لعايته الزمالك توصل لده قبل بداية الدوري أخيرا النهاردة الزمالك تجاوز والزمالك هيتجاوز ان شاء الله عقبت فلامبو بمنتهى السهولة في مباراة العودة مهم جدا تاني يرجع حساباته فريرة قبل ما يبتل دوري طبعا نجيب الحالتين بتاع الزمالك الهدف عشان هقول حاجة على الضربات السابت من السنة اللي فاتت من السنة اللي فاتت نفس اللعيب بنفس الطريقة لكن التكنيك بتاع الزمالك مختلفة طريقة مختلفة تماما هنشرحها بس لو جلالي جهز لنا الفيديو بتاع الهدف بتاع حسام وفي واحدة تاني الشط التاني لكن هو نزل خادها من تحت فطلعت عالية فلو يجيب لنا اللقطتين ورا بعض اكون شاكر لي الزمالك بيشتغل بشكل تاني كريم في القرات السابتة الست بيسيس ده بقى علم بقى يجيبوا بعض المدربين في بعض الفرقة الكبيرة يجيبوا مدرب بس لقرات السابتة هو مدرب كل شغلته يحفظ اللعيبة تتحرك ازاي في القرات السابتة طيب الزمالك بيعتمد انهي تكنيك منهم هم اكتر من طريقة حتى شكل التحرك احيانا بحاجة اسمها 2-3 حاجة اسمها 3-2 عشان ما نصدعش الناس الزمالك بحاجة اسمها اوفرلود في سمول ايريا وبعدين تحركات مدروسة يعني ايه الكلام ده عدد كبير من اللعيبة شرح 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 بس الوفرلود اه ايه تنشرح هنا ماشي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لكورة الركنية اه بس 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 سبت هنا بقى بس سبتلي بس كامل العيب بعد منطقة الجزء سيبك من لقاطة على القريبة كامل العيب خمسة خمسة في مساحة كلها على بعض سبعة في سبعة صح او ستة في ستة وفجأة ينفجروا فجأة يتحركوا مش تحركات عشوائية اه كل واحد يتحركوا بتحركات مدروسة وانا شفت بعيني في مبارات الاهل وزمالك اتنين واحد الراجل حتى في الاحماء قاعد بيشتغل معاهم على الدربات السبتة بهذه الطريقة بنفسه في الملعب بيشتغل معاهم بالطريقة دي ازاي يشتغلوا بالطريقة دي بص بصها كريم بصها كريم القطع ده يا جونال بس وقفين وقفين قبله مقطع بص كريم بص الوقف بص الوقف بص الوقف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وقفين دي يا جونال احمد سيد زيزو بيعمل الكروس طالع لبرة علشان مين اللي ياخدوا اي لعب من الخمسة لكن مين افضلهم واعلى لعيب واطول لعيب فيهم حسام عبد المجيد بص وقفة اللعيبة بعد ما انتشروا علشان تأكد الفكرة بتاعت هل بيتحركوا عشوائي ولا بيتحركوا نتيجة التمرينة كده التمرينة كده دول كام دول خمسة دي مش دي اللي تسجلي ادي خمسة هاتلي بقى هاتلي بقى لقطة الجنب على دي جلال لا دي مش الهدف دي اللي ضعب بتعبرين من الهدف هاتلي لقطة الجول هنا شرحناها على كرة لم تسجلي احمد سيد زيزو بيعمل الكروس خمس لعيبة وقفين دياجونال بس رجع لي تاني رجع تاني ويبتتلعب رجع تاني ويبتتلعب كمان كمان لول خالص هاتلي من اول اول فريم بس 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 وقفين وقفين بس كريم خمس لعيبة وقفين دياجونال والكروس بيتلعب احمد سيد زيزو بلعبه من ناحية اليمين باليمين فالكرة تلف البرة بعيدة عن الحارس مش ناحية الحارس فتلف ماشي فريم فريم يا جلال معلش بعد اذنك كمان ماشي فريم تمام يا جماعة بس 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 كريم برضو نفس الوقفة بعد ما كرة تلعبت دياجونال اللعيبة وقفة قطري عشان بس لا يعني نقول دياجونال دياجونال اللعيبة قفة قطري بعد التحرك كله موقفين في مكان واحد ده اسمه اوفرلود موقف لعيبة كتير في مساحة صغيرة وبعدين يبتروا يتحركوا بشكل مدروس يبقوا واقفين قطري بحيث انها تروح لأي واحد والكرة بتلف البرة هو اللي ياخدها فطبعا اطول لعيب واللي بيبقى واقف التالت دايما في النص او الرابع عشي بحيث الكرة عبال ما تلف وتبعد عن حرس تجيله يعني بيكون اللعيب قبل الاخير في الروء اللي واقف ده يكون حسام عبد المجيد اتكررت تلات مرات مرة قدام فاركو مرة قدام المقولين ودي المباراة القرة التالتة اعتقد انه يحيى عليها حسام عبد المجيد ويحيى قبله فرير جيمي كالعادة ممتع والله كالعادة ممتع وحاجة عظم عظم كل يوم كل يوم بتبقى حاجة عظم أكثر من يوم اللي قبله اشكرك شكرا جزيلا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الكباتن الكبار كابتن محمد عبد الجليل كابتن حسن مصطفى نجمال اهل والزمالك الصابقين نتكلم معهم في مباراةي اليوم خليكم معاكم اللعادة حلوة النهاردة مع كباتن كبار كباتن ممتعين كلامهم دايما في الجولة كابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل كابتن المشرف ومنور وحشني جدا وانت كمان كريم أخبرك ايه؟ الحمد لله كابتن أمورك والله كويسة لا والله بتعودنا بس شغل بس شوية ربنا معاكم أيضا كابتننا الكبير كابتن حسن مصطفى كابتن حسن مشرف ومنور كالعادة مشرف لا يا ربنا أخبرك ايه؟ كله بخير كله تمام الحمد لله كابتن حسن مصطفى بصراحة لا لا أنا فجئت لعب كبير مدرب كبير ومحلل كبير ربنا حلي أنا فجئت برة بسم الله ما شاء الله محضر وجايب ورقه وبعدين بيديني تفاصيل حاجاتها كابتن يعني مش أي حد يجيبها بصراحة لعب جامد يعني المشكلة أن ابني وهوزغل كان بحبه أول يعني بص الجيل بتاعه كان فيه تريكة وبركات ومتعب قولنا بابا عايز صفر مع حسن مصطفى أقول لك ده دفندر يا ابني تمزي جامد محمد النهاردة نبدأ بالنادي الأهلي فوز مهم جدا في مستهل مشوار مرسي الكرة ومستهل مشوار للنادي الأهلي في الموسم الجديد فوز كبير أو فوز مهم على فريق كبير مش فريق صغير اتحاد المنستيري وفي تونس وفي الديئة 93 كل التفاصيل بتقول أنه الأهلي النهاردة خرج كسبان بأكثر من اتجاه مع نوايا وفنيا دي الحقيقة مبروك للنادي الأهلي النادي الأهلي كسب حاجات كثيرة النهاردة الكريمة كسب عودة العيبة ننزل الصفقات الجديدة عودة التنظيم وده هنتكلم عليه الفرقة منظمة جدا الحمد لله البلاس تسعين راجع التاني كنا مفتقدينها بقالنا كتير ويمكن كنت بتكلم مع حسن الجون لما جي فرحة الدكة وفرحة دي عودة روح نادر الأهلي 80% من ما كذبه الروح دي مهمة دي كانت غايبة طبعا كانت غايبة كتير صح كانت غايبة الفترة اللي فاتت في الدروب اللي حصل النادي الأهلي كان الروح هي اللي احنا بنتميز يعني لما كنت مشوف الأهلي متعادل أو خسران في الموسم اللي فات ممشوفش النحرة ايوة ايوة الاهلي اللي هي لا انا هتعادل وهكسب بالزبط ما كانش موجود لا لو خلاص مش هقول استسلام بس تمام وكنا بالنادي بيها لازم عودة الروح الروح يا جماعة مهمة قوي الروح دي مكسب بالذات للنادي الأهلي لانه هو معروف روح الفنينة الحمرة تلعب مع منافس كبير تاريخ دولي التونسي تلعب مع منافس كبير في مستهل مشهور مدير فني جديد للنادي الأهلي في وجه جديد المفوض يظهر بين النادي الأهلي عن الوجه اللي ختم به الموسم كل الظروف قد تبدو قبل المباراة خطيرة او محفوفة بالمخاطر زي ما بيقولوا الاهلي النهاردة كان الطرف الافضل الاتحاد الميستيري مراحش بكرة واحدة بس على محمد شهر بالزبط زي ما حضرتك قلت كده هي النقطة برضه الاتحاد الميستيري ساب مساحة يعني انت لو تجي تبص في اول خمس دقائق ساب المساحة للنادي الأهلي ينقل فيها فلما حب بعد عشر دايب الزبط عايز يضغط تاني فكان النادي الأهلي شيطر عن المباراة كلها وبدأ ينقل وبدأ شيطرته في نص الملعب والأربعة اللي وراء مع الشيناوي فدي من الحاجات اللي لوحك كان مبسوط منها ان هما كل اللعيبة بتاعة النادي الأهلي عايزة تبدأ وتلعب الهجمة تبدأ الهجمة فدي كانت حقيقة كويسة اللعيبة نص الملعب كان الخطوط الثلاث خطوط قريبة جدا من بعضيها ما تلاقيش كان فيه فترة من الفترات بتلاقي اللعيبة الثلاث خطوط بعد أو عن بعض فدي كانت من المشاكل الفترة بتاعت اللي فاتت في النادي الأهلي انا شايف ان النهاردة النادي الأهلي الروح بتاعته رجع كويس قوي والنادي الأهلي الصفقات بتاعته بدأت تظهر شوية لان انت برضو يعني الصفقات النادي الأهلي انت بتتكلع معنا شادي لعب كويس بس لسه برضه يعني انا عبرته اتفاجئت النهارده ان هو بدأ به بعد كلام كتير اتقال انه الراجل مش مقتنع به ومقتنع بحسام حسن بالزبط لا وبعدين انت برضه ان انت تبدأ بالصفقات الجديدة دي في اول مباراة في افريقيا فديت برضه ريزك عالي زي ما الكابت عبدالجل قال النهارده اكرم توفيق انا مبسوط قوي قوي بعودة اكرم ان هو يرجع تاني ليه اكرم لمنتخب مصر وللنادي الالي ده حاجة كبيرة جدا اكرم من مميزاته التحماته التغطية العكسية الروح العالية اللي بيديها للفريق خلا بالك لو تيجي بعض المباراة بص اول واحد رحله الشناه وبعد زماغه دي روح عالية اه بالزبط افكران بمين روحه وحماشه واتفلن بتاعته احمد فتحي صراح احمد فتحي بحس ان احمد فتحي قدامي انا كنت اقول حسن مشطفى بس يعني هو يعني في المركز احمد فتحي ايو 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 اذا الروح والحماش والياقة ونفس معين انا كنت قلقان عليه جدا لان انت ما تيجي ست شهور مصاب عندك صليبي وتيجي الماتشاطي اللي وديه حاجة والماتشاطي الرسمية حاجة لان انت لما تيجي تلعب ماتش رسمي الشدة انت عايبها كابتن بيبقى الشدة ومجدود ومتحمس لا وانا عاسف انت لابن بعيد بقى يا رجل من رباط صليبي يبقى عارف حزر كده اقول لك المفاجأة الراجل ده اول ما نزلت في اول تدريبة جمعية اول تأسيمة تاكلينج وجري وحماس الجهاز الفني جابوه بعد التدريبة اهدر لا اصلي اللعب اللي بيبقى عنده صباح زي دي انتوا اهدر يعني تبقى الان بقى بتمشي بالراحة وبتتحرك بالراحة وتاخدش تاكلين وتاخدش تاكلين وتاخدش اهدهاك صح فالنهار ده عمل ادامة بقى جدا جدا والتحمات وانا اللي انا مركز مع اقرب التحمات والتحمات وكلها يعني بياخدها صح كل كرة مشتركة هو واخدها انت عارف الملحوظة النهار ده كابتن حسن وكابتن محمد انه اقرب النهار ده بصوته مكادش دقيقة مية في الماء كان عنده ميسباس كتير النهار ده شوية بس ده السنس بقى بتاع بزبط اللعب اه اللعب حتى نفسه يعني انت لو تيجي تبص فيه اوقات نفسه كان برضه فيه كرشة نفس لانه هو برضه بعيد عن الماتشاط بقى له ست شهور على سبع شهور صح فدية كانت مشكلة بس هو كان بيعمل ايه التحاماته كور المشتركة اي حاجة ايه التختير التختير العكسية بالزبط كان ما شاء الله علي بالزبط فكانت يعني عارف انا مبسوط له قوي وربنا يكرمه حتى كابين الكابتن محمد قال محمود متولئ انا مبسوط من اللعب ده لعب كورة كويس قوي بيلعب بدماغه هزوحش بقى له 4 سنين وجاله صليبي نادي الاهلي برضه جاله صليبي لما رجع مرجعش بالنفس لان هو ايه مختلف عن اكرم اه بالزبط لعب كورة اكرم اقوى واعنف فهو ده لا متولئ لعب كورة فبيبدأ الهجمة فالنهارده التشكيل يبين النهارده التشكيل يبين ان انت الراجل عايز يلعب كورة عايز يبني الهجمة عايز يفنش على الجول اخر حاجة التلاتة اللي قدام يعني بتمنى طبعا اللي هو برونو طاهر وشادي واحمد عبدالقادر انا بقول لأحمد عبدالقادر لازم تركز لان المنافسة الفترة الجاية هتبقى قوية جدا عليك لان انت هتمشي على سطر وتسيب سطر ده بالنسبة للمدرب اللي موجود لا ممكن ما تلاقيش نفسك بتلعب لان انت في الشرط الاولاني بتتقطع منك كورة كتير وفي الشرط التاني لما بدأت تعرف يعني انا عبقدر دوت في كابتن عبدالي لما كان بيلعب او ما يستلم هو عارف رجل حريف عارف ان هو هيروح عامل كده ويروح رائع على الجول وليما يجيب جول ليما بعمل بالعرض لما عمل كورتين كان كويس صح انا شايف انك انا عند النهاردة مشكلة جبيرة في القرار بالزبط مش هو مش عايف عايز يعمل انت هترقص هو متردد بالزبط كده فهو لما عمل كورتين كورتين بالزبط يعني في المواطس عمل كورتين صح فرع عمل شكل كويس ده احمد عبدالياتر ده احمد عبدالياتر كابتن محمد عبداليو وحنا خينا على الهوى دلوقتي قال لي هرهنا اكرهان همام يا دنيا اعمل اسمعته انت فكرك انا ما بسيبش حاجة متسيبش انت على الهوى اه اوات كريمني في الكواليس تاني لا 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 في حاجة تانية ممكن احكيها لا لا احكي البي خش خلينا بدي بس نروح لفاصل ونرجع للهاني كابتن محمد عبدالجليل خليكم معنا الحوار في الكواليس تلاقي كل متع عن حوار الهوى بالضبط يعني كان نفسي نقض نسجل سجل لكم بعد كده بالموبايل الحاجات اللي في الكواليس نيو ننزلها على البيجر عشان ببقى فيها حاجات حلوة بس في حاجات تقول فيها تيت لا والله ما كانتش في حاجات فيها تيت طبا بس الكابتن محمد بس الحاجات اللي هيبقى فيها تيت اللي هيقولها دلوقتي بقى لا هو قال لي هخش معاك في رهان وانا قلت له انا مستعدة خش على الراهان في الهوى في رهان يعني مش هقول ان هو كسبه بس يعني ممكن يعني تميل كافة ليش وعي هو عشان لسه موجود بيرس تاو اه عشان لسه موجود هو رهيني على بيرس تاو قال لي بيرس تاو مش هيفيني دلوقتي اللاعب مهم جدا وبصراحة بيرس تاو ما عملتش موسم عظيم اللي فات بس يبقى بيرس تاو كيمة كبيرة لسه الاهل ما استفادش منه نبقى افريكا جامد ويمكن يفوق السناد ممكن يفوق علامة موجودة ومتقاد في الاهلي اه ندعمه الراهان اللي هتخش بي دلوقتي دوت عندنا والكابتن حسن مستعد ماشي ماشي ايه بقى الراهان ندينا شهرين ثلاثة شهرين ثلاثة رونو سافيو اه لعب كويس بس فيه احسن منه لعيب اه ما حسيتش انه هو احسن من اللي عندي هو لعيب زكي جدا اللي عايزة تترقص فعلا بيعدي زي ما حسن كان بيقول لي برة اللي شفت في نص الملعب في الزنقى بيعمل لمسة واحدة وكده بس انا مستني من اللعيب برازيلي ايه حاجات تانية ايه بقى اه يعدي ويعملها واحدة ارتوتيكي في العرضة وترد سروهين ثلاثة لقدام رايز نمار يعني مش نمار هي الموضوع مش نمار انت بتدفع مبلغ كبير للعيب زي دوت فانت بتحتاج ان هو يعيشه في الحاجات دي برسيته ومش وحش بس انا بقول لك مش سوبر طبعا يعني كابتان عابدت لهم ايه الكرة ما تلعبت لك وجبتها بالشمال عطايا عطايا اه ادي لك تاهم مليون دولار ده انا عارف ما صحيح يعني واحدة بصك يا تت سأنا اقول لك حاجة لعيب الجامد انا اقول لك حاجة اه دخلت معي الرهان فطر انا اقول لك انه اللعيب ده يفيد الاهلي جد اتمنى عشان هو بروفايل مختلف عن الموجودين يعني بعد ذلك كابتان حسد اه انه انت معندكش صحيح الرهيب اللي يخش من منطقة الجزائق وياخد كرة بدماغه وياخد تحرق لبين عبد موجود تبلي عبر رجله اليمين ويريع عبر رجله الشمال يعني هو بروفايل مختلف ممكن مايبقاش مايبقاش نمار اكيد بس هيفيد النادي الاهلي جد طيب اتمنى ايه على البدني بتاعه شو الزبط هي دي بزبط لو البدني بتاعه عليه حلين هي هيتمزق هي هيكسر بس خباك وكان عنده مشاكل فاول ما جاء مصر في التدريبات انه هو هو كان لأ وكان في منطقة عالية على البحر والنفس والاكسوجين وطريقة النوم وفرق الساعات ممكن تبقى فرق معه شوية فممكن تبقى لسه فرق معه شوية لحد ما ينسجل هو العب كويس مختلف ناس لعب برازيلي في لما حد كويس لو فرق عن اللعبة المصرية بتكسب انت بها ماشي لو فضل في الليفل بتاعهم بما عملتش حاجة بس هو النقطة كابتن فعلا ان هو يعني عارف انت بتاخد وقت احنا لما كنا بنسفر اليابان بناخد لنا اسبوع عشر تيام حتى لما بتروح هناك ما بتتأقلمش لان فرق الساعات يعني انت بيبقى التوقيت فدية نقطة يعني انا اول مرة عرافة صراحة بس برضو لما تيجي تبص زي ما الكابتن بيقول هو لعب في الماطش تلاتين دقيقة يعني لو تيجي تبص في الماطش لعب تلاتين دقيقة كويس جدا بياخد ويعدي ويعمل كل حال وليكورة في ضربة سابقة وعنده رؤية وعنده كل حال بس هل الرقم هل الرقم اللي احنا دفعناه ليه دوت يديني تلاتين دقيقة بس ولا بداية المباراة يعني انت شايف يعني الكابتن كابتن 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 طبعا لا لا لسه من عشان كده بقول لك لازم البدن بتاعي يعلق بالزبط لازم اشوفو بيلعب سبعين تبعين دقيقة بالزبط آآ لازم اشوفو موجود اكتر من كده آآ يعني انا اشوف عجيب من شهد حسين اول هباش هباش هباشنا طبعا ده اللي يفرق هيضيع اجوان كتير آآ بس هيروح كل دي عالكور بيسيبش كورة ودين دموعية اللي بتاعتنات اللي هي دي الروح هي دي اللي يفرق آآ طبع دي شهد حسين احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر لازم يتملص بدانه شوية آآ احمد عبدالقادر انت بتلعبش في سموحة مع الاحترام لسموحة او سراميكا او 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 انت بتلعب في الهدل اهل مهما كنت حريف لازم تلعب مع الفرقة شو لازم تشتغل مع الناس لان ما حدش هيستحملك هاستحملك مرة اتنين تلاتة قطع منك الكرة الراجل هيقعدك والراجل ده شكله شكله ندي على بايلر شوية عايز يجهز الناس كلها وعايز يلعب الناس كلها بدليل النيت ده الناس الجديدة هاي النهاردة كلها ما عندوش واللي يقولك انه هو مش مقتنع بقافشة وبتاع لا هو الراجل اكيد ليه ناس ادوار معينة يعني قافشة في الحساب شريف في الحساب حسام حسن في حساباته كذا العيب حمد فتحي كذا العيب موجود فأحمد عبدالقادل يحسن من اللعب الجماعي شوية هو العيب كويس طبعا وما بيفوه بيعمل فرق معنا دلقاء بس واحدة ليك وواحدة ليك طيب ده أحمد عبدالقادل طاهر محمد طاهر في التشكيل قسائل حد نهاية المباراة وطاهر تحس كده انه وحتى ده اللي كان بيجينا من تدريباته المباراة الودي الراجل مقتنع بيه اختناع كبير جدا لدرجة انه كان بقى يخليه كمان يوقف على الضربات السابتة وشو الدربات السابتة فطاهر وضح انه الراجل هيعتمد عليه اعتماد كبير جدا شايف انه طاهر يستحق هذا الاعتماد الكبير والله بص هو من السنة اللي فاتت حظه يقول له لد ده انا بحبه مقتنع بيه جدا من اللعبة اللي انا مقتنع بيه اساسا مجوده عالي بيرعب شماله يمين بيقدر يختارك بيعمل التكملة كويس في الثمانتاشر فانت اللعيب بيحتاج فيه اوقات كتيرة انه هو يبقى عنده ثقة في نفسه انه يحس ان انا المدير الفن دوت انا وحش حلوة هلعب فهو الفطه ديت ممكن الفطه ديت هو حسس كده فعشان كده بيقدل هده دوت انا عجبني المباراة يعني النهاردة من احسن اللعبة اللي كانت من الثلاثة اللي قدام لانه بيهاجم كويس وبيدفع كويس وبيضغط كويس يعني كان بيعمل حاجة كتيرة اوي عجبتني في المباراة النهاردة وانت بتكلمني على الاسماء اللي هيجربها كتير او اللي بيلعبها كتير والنهاردة لعب كل الناس تقول لي احمد عبدالقادر وبرونو سافيو وحسام حسن ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبرس تاوي لما يرجع قد حسن يتكلم في نفس القصة النهاردة مع بعض الاصدقاء كنا بنتكلم على اللعبة اللي هتاخد الفترة اللي جاي يوايا وكلام ده كله اه النهاردة وانا بتكلم مع اصدقاء سادة محللين يعني واقعوا اسم وحضراتكم واقعتوا اسم تيني الشحاب اه اتناسى خلاص مش اتناسى اه لازم يديني اه بيسموها ايه امارة امارة زي طاهر النهاردة طاهر كان في الوبا برضو كان في الزبط السنة مع زي هانادي كده وكان مع حسن الشحاب كان هيطلع عارة السنة فات كان هيطلع عارة وكان بعيد النهاردة لا على البدن بتاعه ابتدى يركز ابتدى مفيد للفرقة حسن الشحاب لو رجع حتى بتلات تربع مستوى حيفرق معنى الله انما لو رجع كورة وكرتين لا او تلات كورة لا او يباصل ورا تاني لا انا جايبك حسن عشان تروح للكريم تعدي منه بتاعتك احمد ابقادل هكذا طاهر بيجري ويجري الفرقة وراه فاحسن مش وقع من الحسابات يديني بس ماتشين امارة بيرجع حسن الشحاب حسن الشحاب اللي هو اللعب الكويس طيب حسن الشحاب اللي هو اللعب الكويس منذ نمامه للنادي الاهلي له طفارات يعني له مباراة حلوة ممكن يلعبها كل فترة مباراة تانية يلعبها كل فترة وحسن كلنا عارفين انه هو لعيب موهوب مع كل الفرق اللي اشتغل معاه هو لعيب موهوب ومؤسر جدا ليه حسن الشحاب مش قادر يخش في منظومة النادي الاهلي متحيال انا من وجهة نظر انه هو ضعيف جسمانيا اللياقت ومش عالية بركات من ضعيف جسمانيا الالتحمات ممكن تكون ضعيف جسمانيا بس التحماتك ايه اهم حاجة للتحمات حسن الشحاب التحماته مش قوية يعني هو لما كان بلعب في المحترف في الامارات كانوا دايما مسايبين له المساحات كان فيه مساحات كتيرة حتى لما كان بلعب بصدرية المدريد وكت تلاقي ايجابي جدا لما كان بلعب في المقصة كان نفس الموضوع عنده مساحات فبيلعب فيها انت ده وقت النادي الاهلي دايما معظم اوقاته بيلعب في 40 يارضة فانت بتبقى محتاج ان انت لازم التحملة القوية اللازم تكملة ولا الكلمة اللي انت قلتها لي برا بالضبط لا مش الشبع برضه كابتن ممكن يكون السبع فلوس احنا مش قلنا كل حاجة كواليس مانا ماشي احنا مش لسه متفين انا وانت دلوقتي انت فجئت على طول بيكلم بشكل عام بشكل عام فيه لعيب بيفرق فيه لعيب لسه جعان عايز يلعب وفيه لعيب شبع مش مباكورة يعني شبع كورة واخد الشهرة وارادة بفضل كابتن ربنا خلق بخش بقى عندي على طول في الوضع بتاعتي لا احنا كنا بنتكلم على العيب تاني بتتكلم بشكل عام وعلى فكرة ده وارد فيه لعيبة فعلا في العالم كله على فكرة مش بواصل بس الجهري كان بيقول لعيب اللي بيشبع خلاص هيبط كلمة واحدة خلاص فيه لعيبة كده فيه لعيبة في العالم كله كده بالملازمة بس برضو كابتن حسين الشحات برضو الضغطة والاعلام يعني ضغطه جامد جدا ممكن يكون بسبب دي برضو نقطة من الاسباب برضو ان مصر كلها 140 مليون واحنا بستنين من لك الكتير لو تلاحظ برضو جده نفس القصة لما جينا دي الاهل برضو كان كل العيب اي العيب بييجي عليه ضغة جامدة تلاقيه بيقع فترات وبعد كده بيبدأ يفوق شوية لما يتعود بالزبط يا كابتن هو الغاية دهوقت انا في صراحة هو الغاية دهوقت انا في صراحة هو الغاية دهوقت لسه ما يفقش وما تدنيش يعني مثلا يديني مثلا سنة كاملة هشوفه كويس حايفا النهارده احنا نفرج على المباراة وناس قاعدة انا مستهرة ما حادش بيقول ايه فين حسين الشاحة حسين ايش حاد على الدكة انا عزول حلوك الحاجة ده عمل ثلاث تغييرات واحسين الشاحة قاعد برا مغا بالزبط كده يعني ممكن كان يقول ايه طاهر اطلعه شوية عشان تعب بشرف ايه ونزل واحد عنده حيوية ونكمل بالزبط كتب لك حسين بتكلم في النطة الاجانب بالزبط بيهتموا بالبدن والقوة اقل صح صح بدليل ان حسين قاعد افشا قاعد شريف قاعد حسين ليه طول مهارين شوية بيبتدي بمين شادي كاهر برونو برونو ام انا بكلمك على الناس اللي هيا قدام ده عشين لي ام الاجانب بيحبوا كده صح مهاري بس يتخبطوا كده اه افشا اه لازم يعدل من ستايله شوية ام ام دي نتكلم فيه ازاي اه ما تقولي ازاي عدل ازاي الراجل بطريقته دي التحركات الكتير زي ما انت قلتلي لمركزية لمركزية دي صح محتاج ان افشا مش هيبقى تحت الفلاودة النهاردة برونو بيطلع برا صح وعب قادر بيخش الجوة وطهر بينزل تحت وحسن بيطلع جناح وحسن حسن طرع جناح النهاردة حسن حسن اللي عمل الفاول على فكرة بالزبط كده مه مه اللعب افشا اللعب بتاع زم اللي هو قديها الكريم واروح اخدها منه تاني مه اديها الحسن واخدها منه تاني لأ انا بديها لك وبجري في مساح في مساح اللي هو حازم امام وواليد صلاح الدين وان ده خلص في العالم لا خلص هون بقاش موجود حتى زيني دين زدان ما بقاش موجود جابت ان انا كنت بلع بعشرة العادي انا كنت اتنين فروضة تحتهم وحسن انا كنت حول اه انا طورت الحتة دي ان كانوا مسميينني دياجون الرانس الجاري الكتري الله مهاجر يمين وشمال بطلع برا بطلع كده يا اخي عشكنا من فترة الهاتة باعتك فيها ان الحتة كفيها دي كنت عشان كده الاجانب كانوا يحبوني قوي طريقة لعبي مش اللي هو تجيلي وافضل معلم كده وارميها السروق يعني ازاي الكبتر رضع بعاني موزعش موزعش اه ممكن تجيلي ارمي سروق كده بس كنت اجري كتري تتلعب لي صح او هنا هي دي اللي لازم افشة صح يعدل منها مش طالب منه ان هو يبقى وينج بس في كور لازم يقطع وتتعمله ويعمل اوفر حاجات دي عايزة رحل الكبتر الحسن في سؤال في منطقته بقى ايوه عامل السلية واليو ديانج في طريقة اربعة اتنين ثلاثة واحد السنية الافضل ولا اليو ديانج وحمدي فاتحي ولا حمدي فاتحي وعمل السلية اه طبعا هو يبقى فيه تنوع طول الوقت سألوه بقى ليش هو انت كنت ستة ولا تمانية احسن كنت ساعد لا احسن اه ستة وتمانية احسن احسن لي تمانية تمانية اه صح تمانية صح فانت شايف السنية الافضل في طريقة اربعة اتنين ثلاثة واحد ايه يعني فيه ناس يقولك مثلا العب اتنين ستة قدم هلعب بواحد سنية لا يعني هو لازم يبقى واحد بيجر كتير وواحد بيلعب كورا يعني السلية بيلعب الفرقة كورا وديانج لحمدي واحد من الاثنين واحد من الاثنين ده بقى انا ليس سألتك السؤال ده اقول لحضرك نوط ثانيا لو انا بلعب فرقة جامدة او فريق اقوى وكده ممكن العب بالاثنين حمدي وديانج لو انا عايز الاربع اللودان مثلا هيرجعوا رجوع بسيط وكده لان انت فيه اوقات كتير او في المطش النهاردة كان برونو ما بيرجعش كان بيبقى اتنين بس في نص المعارف كان السلية وديانج فدي فيه اوقات كتير هتلاقي مع فرقة كبيرة هيسيطرة عن نص المعارف فانت محتاج ناس تجري اكتر في نص المعارف عند قطة الموزيج بيعمل ايه؟ بيسأل السؤال اللي بيسموه سؤال تمهيدي عشان يسأل السؤال الاصل اللي هو عايز تسأله فده السؤال التمهيدي المتوقع اجابته منك تلاتة ولا اتنين وبناء عليه تمام لو غاب عمر السلية مين هيبقى مكان عمر السلية حمدي على طولة حمدي 6 هيلعب الاتنين هيلعب الاتنين ما انت لو فيه الوقت ايه؟ انت عايز واحد 6 واحد 8 حمدي بيلعب هتسألك سؤال بس انا سألته السؤال بتلعب ستة ولا تمهيدي قالك لعبت الاتنين بس حمدي بيلعب بس حمدي بيلعب بس حمدي بيلعب ستة اكيد انا هتسألك سؤالتين اه برضو اقرب لستة صح اه بزرط عشان كده انا 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 حيسس ان الاهلي افتقد في سؤال الانتقالات بديل عمر السلية تصوري كده هو ما اجابش الدفندر خالص ما عنده تلاتة وخوش الله هو اكبر لا انا معايك في النقطة ديت لان فعلا انت اللعيب التمانية اللي يكمل مع الناس بس خلي بالك النهاردة السلية ما شفتوش خالص يكمل في التمنتاشر النهاردة لان هو كان هو وديانج واقفين لو كان ساعات بيروح يغطي مكان مثلا طاهر ما بيرجعش او مكان مثلا برونو او ما بيرجعش او عبقادل لما بيرجعش فكان بيروح ده يروح كده او ده يروح كده كانوا بيدعبوا عرضي الاتنين مش طولي يعني التمانية ما كانش بيرعب فيه خالص السلية ده اكيد اوك طبعا طبعا مدي تعليمات هكت مش هيزيد بخمسة انا بزيد باربعة وفي اتنين بس في الدولة الامر هيختلف انت برضو كنت حريص النهاردة يعني زي ما حتى فعلها كان هو بينظم الفرقة بشكل كويس وما كانتش بياخد ريسك بس انت احيان في الدولة حتى بحناك بياخد ريسك بشكل هجوم انت عايز تطير اللعبها كلها تاجم فاعطاك انه عامل السلية بعض افكر في تشكيلة النادي الاهلي كل اللعبين ليهم بدائل تقريبا واضحة لكن عامل السلية ملوش بديل لا بس انا يعني مبسوط من حاجة ان رتم الاهلي بقى لقدام فاكر انت من فترة قلتلك الاهلي مش اللي بيرجع يقفل حتى انا قلتلك سواري ازاي مش عارف مين فاكر انت كانوا بقابلوا من نص الملعب في الدولة هنا اه دي كان الكارسة اه انا بالنسبالي دي كارسة نصيبة كارسة اتلمت معاك فيها النهاردة النادي الاهلي بقابل من قدام من في تونس في تونس بزبط ما احنا اتحاد المنستيري تاني الدولة وزي ما حسن قالك كسبان مين ومين ومين النجم السحلي والافريقي كل الفرقة كبيرة طبيعي وبطل تونس طبيعي فرقة تقيلة بس هم كانوا عاملين حساب الاهلي اوي اوي والراجل المدرب بتاعهم ده شايل الاربعة قبل كده من نصطيف طبعا فعامل يعني حساب جامد وراجع لورا اوي اوي ان المطش اللي هنا هيبقى متعب هيبقى متعب مش فارقة معهم حاجة اما خلاص فهيجي العابو كرة هنا هيخرج من من الدفاع بقى حالص ده اه مخلاص ممتاز اه عنده عبدالشيخاوي ده العابو كويس اوي اه وزياد العلوي ده كويس اوي وعبدالقادر الجزائري ده اللي معهم فيه عندهم تلاتة من فوق كويسين اوي بس النهاردة ما كانش طريقة اللعبة بتاعتهم فهنا هيتعبونا شوي طيب نروح للزمالك نهاردة الزمالك مباراة مع فريق مجهول حرفيا يعني مجهول انا حتى كنت بقول انه مجهول على الجهاز الفني مالوش ماتيريال يعني احنا لما عادنا ندور عزينيشوف له فيديوهات اولا في الدور البرون دي مش بيصوروا طبعا بالكواليتي مفيش لو لقيت لقابهم في الدور الدميدي وسيئين جدا ما تداش تقرا فنيا فانت بتتكلم انه الزمالك بيلعب مع فريق مجهول للاسف الفين اتنين وعشرين في فرقة بنقول عليها فريق مجهولة فالفرقة النهاردة كان صعوبتها انها مش معروف خطورتها منين او نقضع فها فين بالزبط صحيح هي المشكلة كمان انه لو عاد بجد زعلان ان النادي الزمالك نزل للفريق دوت وكان مفروض يعلى ويقدي اداء كويس ويعمل ضغط عالي ويفرس السيطرة هو سيطر على المباراة وضيع فرص يعني ضيع فرص كتيرة بس السيطرة وان انت تسيطر على المجرات المباراة كلها ما كانتش عجباني انا النهاردة برضو لو تيجي تبص اه كريم غير في الطريقة لعب اربعة ثلاث ثلاثة غير في طريقة لعبه ودي حاجة كويس انا مبسوط منها لان انت كل اللعبة اللي انت بتجيبها ديت لو فضلت على الطريقة القديمة ممكن نصهم ما يلعبوه ودي الطريقة الاصلية بتاع التفريرة يعني دي الطريقة تلعب فيه 14 فيه 15 ولو لعب بثلاثة ثلاثة ثلاثة فكان مضطر ووظف ما عندوش عناصر فانت لعب انت جيبت لعب كتير نصف الملعب فانت لازم تلعب بالطريقة ديت بس هو المشكلة زكريا ديت انا عايز اسأل سؤال هو جاي ستة ولا تمانية هو عارب منه ستة اه هو شبه حسن مصطفق من الشبه وفي الاداء اقصد يعني ان هو عارب للستة منه انت عارب من تمانية منك للستة بس هو عارب من الستة منها تمانية بالضبط ايه فهي دي النقطة يعني يعرف انا كنت مبسوط فيه شغل كده كان بيعملوه مثلا كل ثلاثة مع بعض يعني المسلوسي وكان عمر جابر ومع ابراهيم الادوائي كان ده السلاثة ده يفتح يطلع على الطرف ده ينزل نص الملعب ده يروح مكانه فكان فيه حاجات بتحصل كانت تنع اه بالضبط كانت عجبان يعني صحيح طيب التحولات ديها كابتن محمد بيتكلم معنا كابتن حسن انه الدفاعية والهجومية بطريقة اللعبة اربعة تلات تلاتة شعرت وكاين انه امام عشور اثر تأسير غيابه كبير على تشكيلة الزمالك النهار من اكتر اللقابة بتاعمل التحولات دي من الدفاع الهجوم على العكس صحيح يعني النهاردة حتى لما جرب عمر جابل انه ايه لعم مكانه عمر طبعا خبرات كبيرة بس بروف هاي المختلف عن امام عشور طريقة لعبة مختلفة لا لا التلاتة بتاع نص الملعب النهاردة مفهومش حد امام امام بيدافع كواسي قوي وبيهاجم كواسي قوي وده ما قليل تلاقيه يعني من احسن اللعيبة رقم تمانية في مصر بيمكن في افريقيا امام دلوقت اللي بنا احرصه وغير من سلوكه كمان مفهومش حصي اختلفت طبعا تطور لفيت يا رب يحميه وبالنادي بكده ان اللعيب لما بيتغير بيقدي في الملعب صح اه فرق النهاردة لان عمر اه ستايله زي رؤى زي الوردي عارف الرتمة ايه وده اللي خلص زمالك شوية كابتن متحسش اه مسكن كورة كتير في نص الملعب بان برضو الفرقة ما الهوية بتاعتها رايحة خالص فيه سيطرة فيه بس ما فيش الاجابية القدامي يعني الوحيد زيزو اللي بيروح عمالي اه نضاي عايز يهدأ شوية لانه حاس انه عشوائي شوية لايب كويس اولا جدا من نقطة لعيبة اللي ممكن تفيد الزمالك المشاهدة والعشوائية بتاعته دي هيخطف حاجات كتيرة صحيح بيضايع عجوة كتيرة قوي ما انا بقولك هتحس برضو هنتعامل معنا اول مباراة اللي هالجزء منها صغير بس هنتعامل برضو معنا اول مباراة اهلي بيتخض انا افكركم بحاجة زيزو بداياته مع الزمالك مع الزمالك كان بعيفة جدا كان هجوم يعني في نهاية الهجمات الفنش بتاعه كان في منتهى السوق لو تفتكروا زيزو في بداياته مع الزمالك الوقت هي يعني ما شاء الله عليه كلها حاجة بعمل التحولات ده يا كابتن هتفرق اه امام هيفرق معهم قوي انا شايف ان عمر جابر في نصف الملعب فيه متشاط تقيلة لا مش بتاع ايه عنيه هو عالطار في بكرايته يزودك بالضبط ما كان المسلوس اه لان عمر في الحتة دي اه طيب هو ولا نمار سيد انت رأيك ايه لا سيد دلوقتي ما ينفعش يعمل عارف انت البرجة اللي شغال يا حسن ده بالضبط اعجبت طريقة اللعبة طريقة اللعبة يخش الجوة وبيزودك هجوميا ده جات له النهاردة واحدة اللي عملها ليزيزو حطها ببطن رجله ضيحة عشان بقال هو الولد ده كان هدف ناشئين بس لما رجع له ورا بقى دي حساسية يعني وهي جاي له كده لازم يحط ببطن رجله زي ما جاي اه هو فتح بطن رجله عملها في البيان فها طلعت برة اه دي الحساسية بس يوصل فين اه لأ فنيمار يشتغل في الحتة دي عمر لو اتزنقت في حتة معينة تلعبه فيها ولما لو امام موجود لا انت بعطك ايه على ذكرية الولدية فتر حساسية هو النهاردة خلي بالك هو عايز يعمل كل حاجة فكل حاجة دي بتودك للي هو عمله النهاردة ميز بس كتير تفكيره كان بطيء عايز يعدي كان ما بيعملش كل حاجة مظبوطة النهاردة فانا بس احسس ان هو خامة كويسة وهو لعب كويس ستايله كويس حماسي يعني عارف انت تحس ان هو بكعكينه بيرعب في الدور المنصبه له كتير بس انا محتاج ان هو يهدى شوية والناس تقوله انت لعب كبير وانت يجاي في نادي الزمالك ولازم تعرف تباصي بسرعة هو كان بيمسوا كرة كتير قوي النهاردة عرماية حاجة معي رقتين وعايز اسألكو في موضوع بعيد شوية عن الاهل والزمالك النهاردة يرايك في اقامة مماريات للدوري في وقت كاس العالم الحل الوحيد ان احنا نرجع تاني ننظم الرايح الناس يعني هو غزب يا رب هو طبعا غلط ماينفعش حاجات كتيرة بس انا شايفها فكرة ان انا نرجع تاني يا كابتن الدوري انتهي في وقت معين والعيب يريح شهر او شهر ونص عشان يرجع يلدن في الدوري الجديد هي دي الفرصة الوحيدة وكويس ان هم جابوا موافقة من فيفا وين يلعبوا هيقولوا علينا بقى متخلفين هيقولوا علينا العالم مش عارف ايه احنا دايما نقول سنة السنائية سنة سنة عايزين ننهي بقى من السنة السنائية عايزين يبقى السنة الجاية دي ان شاء الله لأ لعيبة مريحة دخلة فانا شايفه حاجة محترق يعني كويس انه بيفكروا كده اتعافل ليس عاليك ايه 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 انا انا قلت مبارح قلت هي حاجة تحزن او حاجة زعل او حاجة اللي بيحبه الكورة عايزين فراورة لما تكسل عالم مش عايزين فراورة لحاجة تانية بس في نفس الوقت احنا عايزين الدور بتاعنا ينتظم ويخلص ويتزبت ده بالنسبة لنا اولوية يعني مسلا انت هايبقى عندك مباراة في الدورة ممكن يبقى فيه في نفس توئيد مباراة برازيل وفرنسا تخيل بقى لا مين هيتفرج على الدورة انا هتفرج على الدورة عشان شغلة عشان بيجي نحل انه بعارفين انا بكلمك على العالم كله يعني عشان كده هما بيخلوش مباراة مباراة محلية وقت كاسي العالم نستتابع كاسي العالم والأمور تسوقية والله كاتن يعني انا مبسط عشان نرجع على التراك اه انا عايز اللي عيب يرايح نهاردة لما لعبت الاهل رياحت شوية لأ السولية النهاردة اه في الاخر في ميز باس كتير شوية من السولية بس رجعتك قبل ما نبدأ الدورة كابتن حاسن في حسن السود كده دايما في كل مسابقة يعني لسا انا فاكرة طرعا الجيش كان حسن السود واضح يعني ومصر مقصة مرة ومصري مرة وكده كده مين حسن السود تتوقعه بالشكل مبدئيا كده في الموسم اللي جاي هو صراحة صعب عشان نسجلها دلوقتي لا هو صعب انت كل الفرق من دعمك واس قوي طينا انا رايح حسن السود يا بس ادخلك لبطر بحاول بس ادخلك فحور ليه ما تقولش ان مصري وايب؟ لا بس المصري بالنسباليوش بحسن السود يا مصري يعني اه المصري تقريبا ينفعش باحسن السود مصري ولا الاسماعيلي لا لا مصر ما ليش على كلام كده على المستوى اللي هو فنش فيه سنة فاتت انا مش بكلم على التاريخ دلوقتي يعني الاسماعيلي لو شد حلو باحسن السود طبعا لا يا بعيد لا يا كدتن بقاله تلات موسم مش موسم معلش ده الاسماعيلي ده المصري ده الاتحاد اكيد يا كابتن ده الجمهور المصري للاتحاد وللتاريخ الكورة واسباك كبيرة طبعا معظيمة لا 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 عندها الكبيرة دي انفعش بما تتقلق نقول عليها حصان السود هم هم اللي حطونا في الموقف دي معلش كابوات انما انا معاك سيروميكا من احسن بطل الدوري في الصفاقات سيروميكا فانا معاك والمصر برضا عمل صفاقات كبيرة ضخمة وكبيرة اه بس سيروميكا انا حاسس ان هو حصان لسه الشاك بيقول ان دوري المفهول السنة جايب حلو بالظبط ان شاء الله الصفاقات اللي كله عمل حتى اصوان عمل صفاقات كبيرة كل الفرق عام سيروميكا يا سلام مش عشرة ينفسوا على الهجوز يا سلام يعني نفي ستة سبعة ينفسوا على الدوري يقول لك الفارق بين الاول والسادس ست نقاط مسلا يعني نا نشوفها دي سوابا السادس يقدر يبقى اول في اي لحظة نشوفها حسن دي في الدورة المصر لا صعب كابتل عبد الجيد شرفت نوارتك العام شكرا كرون شكرا جزيلا كابتل حسن كالعادة بمبسط جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهضة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب اشتركوا في القناة